سلام عليكم سنة اولى. اه لأول فيديو ان شاء الله فيديوهات الريفجن. ان شاء الله بازن الله لو ربنا يمنع الموانع وما يحصلش حاجة ان شاء الله هيبقى فيه اتنين ده الفيديو الاول والفيديو التاني ان شاء الله اللي جاي. الفيديو الاول هنحاول نخلص فيه اول تلات شاباتر. اول تلات شاباتر عندك اللي هما كان اول تاني كان حاجة اسمها تالت شابتر حاجة اسمها احنا هنعمل ايه في الريفجن? انا هشرح ان شاء الله واحل. بازن الله هشرح شابتر شابتر افكرك بيه واحل. أذاكر منين عايز ترجع لورق الكورس براحتك في ناس ما بتطمنش نفسيا إلا لو رجعت لورق الكورس وتحل الكورس كمان وتحل الريفيجن أنا حاطط لك كل أسئلة الكويزات كل أسئلة الريفيجينات خصوصا ريفيجن دكتور أحمد أروسة وكل أسئلة جاي بأسئلة من امتحانات السابقة فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يوم الاتنين إحنا إن شاء الله هنكسر الدنيا كل أولادي هيكلموني قبل ما الامتحان يخلص هيكونوا طالعين بدر إن شاء الله ويقولوا لي إحنا كسرنا الدنيا تمام؟ معاك إيه بقى؟ معاك إن شاء الله يبقى معاك ورقتين إسري كبار زي لنا مورهم لك كده بالمنظر ده كده يا أولاد خلاص؟ جميل فيهم ملخص المنهج أو الورقتين كبار فيهم ملخص أول ثلاث شابتر جوه الملزمة بقى هتلاقي ملخص الشابترين التانين الهولز بتاعت الديفرينشياشن وإزاي نحل تماريلي الكورف سكتشنج؟ فأنت لو أنت جدع كده وكدت حلو قبل كده مش عايز ترجع لورق الكورس ما ترجعش لورق الكورس أنت معادي عليك أطرب وقير أصلا ومش عارف حاجة في المنهج مفيش وقت ترجع لورق الكورس زاكر من هنا تابع معايا وقف الفيديو وشغله تاني ورجع تاني والكلام ده كله خلصة المشاهدات يبعت لنا هنفتحتك مشاهدات جديدة تمام؟ أو طلبتي الكورس أنا هبعت لهم الحاجات دي إن شاء الله في برايفت ميسج كده على اليوتيوب شغل وشوفه كذا مرة ربنا معاك إن شاء الله أول شابتر يا أولاد كان اسمه فونكشن زين جرافز هنمتحن إيه في الفونكشن في شابتر ده؟ في ستة فونكشن الدكتور من حقه يسألك في ستة شابتر خلق في ستة فونكشن فأبي أصير أول فونكشن منهم كان اسمها اللينير لينير فونكشن كان اسمها يا أولاد اللينير فونكشن لينير فونكشن دي أو ساعات يقولوا عليها الفيرست ديجري الفيرست ديجري فونكشن وتسمت كده عشان الباور أعلى باور للإكس فيها كانت إكس باور ون يعني أعلى إكس فيها إكس باور ون وإكس باور ون ما بتكتبش يعني تلاقي في التمرين إكس والباور مش مكتوب يبقى باور ون وهي اسمها لينير عشان دي الفونكشن الوحيدة اللي بتترسم على شكل خط مستقيم تمام خط مستقيم بالمسترة يعني يا سير طيب يا سير نعرف فيها إيه نعرف إن شكلها العام وي بيساوي اي 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 او أنا اسف وي بيساوي ام إكس بلاس البي ام ده يا أولاد يعني حاجة وبعد كده إكس وبعد كده رقم ممكن الرقم التاني ده يبقى زيرو عادي مفيش مشاكل هقول لك هنعمل إيه لو كان زيرو بس خلي بالك ده الشكل العام يعني هو لو جاب لك شكل غير ده يعني قال لك مثلا في جزء كده لقيت الواي ولقيت الاكس زي ما نشوف في اجزامبل في الورق ما ينفعشي لازم تتعامل على الشكل العام ده لازم تتعامل على الشكل العام ده يعني تخلي الواي لوحدها في الليفت هان صايد وبقيت الحاجات لوحدها في الرايت هان صايد الرقم اللي قدام إكس ده يا ولاد الرقم اللي قدام إكس اسمه السلوب الام ده اسمه السلوب والسلوب قد يكون بوزيتف وقد يكون يا ولاد نيجاتيب السلوب بتاعت لو كان بوزيتف ده معناه ان الفونكشن انكريزينج والسلوب لو كان نيجاتيب يبقى اكيد الفونكشن دكريزينج طيب والسلوب لو كان بوزيتف بيبقى فيه بوزيتف ريليشن بين الاكس وبين الواي والسلوب لو كان نيجاتيب بيبقى فيه نيجاتيب ريليشن بين الاكس وبين الواي الاسلوب لو كان positive بيبقى الخط شكله عامل كده طالع لفوق لانه increasing يا ولاد والاسلوب لو كان negative بيبقى الخط عامل كده بيبقى نازل لتحت لانه decreasing يا ولاد حلو الكلام ده خلاص يبقى الام الرقم اللي قدام x ده الاسلوب والاسلوب استحالة يكون بزيره الاسلوب بيبقى يا positive يا negative لو positive يبقى increasing function لو negative يبقى decreasing function جميل لو positive يبقى zero is a positive relation بين x والy لو negative يبقى zero is a negative relation بين x والy لو positive يبقى الخط طالع لفوق لو negative يبقى الخط نازل لتحت جميل قوي الكلام ده يا سير جميل الكلام ده طيب يا سير بعد كده فيه ايه؟ الرقم اللي مكتوب هنا الرقم اللي مكتوب بقشارته شوف انا مخطط لك تحت البيل وقشارتها لانه ممكن تبقى positive او negative الرقم ده بيبقى هو ايه؟ y inter set y inter set يعني يا سير يعني الرقم اللي احنا هنقبع فيه ال y axis لما هنرسم الخط الخط بتاعي هيلمس ال y axis فين؟ هو ده الرقم اللي هيلمس فيه ال y axis يعني مثلا لو كان الرقم مثلا y equal 2 x plus 3 يبقى ال 3 دي هي ال y inter set ممكن تجيلك في الأجوبة 3 وممكن تجيلك على شكل point ال point عشان يبقى y inter set لازم ما كان ال x تحط 0 تاني ال point عشان يبقى اي point في الدنيا يا ولادي فتكر كان x و y اي point في الدنيا x و y ال point اللي هي كانت سينه وصادة ايام العربي تمام؟ طيب ال point عشان يتقال عليها y inter set لاني تمام؟ يازم ما كان ال x يبقى 0 وكومة وتحط ال b هنا جميل يبقى يا تختار b بس لو عندك نقط تختار 3 بس لو عندك بقى دك x و y زي النقطة دي كده يبقى ال y inter set 0 وكان يا ولاد و 3 طب افرد ياسير دي كانت negative stream negative stream يبقى 0 negative stream بتاخد الرقم بإشارته بتاخد الرقم بإشارته جميل طب افرد ياسير ما كانش فيه رقم خالص آه يبقى ساعتها ال b بزيرو يبقى ساعتها ال y inter set 0 0 او ال origen يا ولاد يبقى ممكن يجي لك رقم positive يبقى ال y inter set 0 والرقم positive ال b ممكن يجي لك رقم negative يبقى ال y inter set 0 والرقم negative ممكن يجي لك 0 مفيش مفيش يبقى ال y inter set هو ال origen او 0 0 شكرا يا ولاد عرفنا كلام ده كله اما لل function دي increasing ولا decreasing آه الرقم اللي مكتوب قدام x كان positive يبقى increasing وفيه positive relation والخط بتاعها شكله كده فين الكلام ده يسير عشان نذكره اهو يا سيخ في الجزء الاولاني في ال brief اول ورقة كبيرة اهو الحتة بتاعة linear function اهي شكرا مش عايزة تعرف linear تاني هنبقى لما نحل افكرك بالحاجات دي تاني تعالوا نتكلم على function رقم اتنين واهم function فيهم function رقم اتنين اسمها الكواد راتيك وتفهمها كويس لان هنرجع لها تاني في اخر شاكتر في الكيرب سكيتشنج مهمة ليه لان هي موجودة في شاكتر 1 وموجودة في الكيرب سكيتشنج في الفيديو التاني هفكرك بكلامي ده هقولك انا في الفيديو الاول قلت لك الكوادراتيك مهمة تركز كوادراتيك يعني الدلة التربعية كوادراتيك يعني second degree ياولاد يعني second degree ياولاد جميل طيب second degree يعني ايه يعني اعلى باور للإكس عندك في الفونكشن اكس باور 2 اكس باور 2 تلاقي في التمرين اعلى باور باور 2 شكلها العام ايه يا سير بيقولك الوي ايكوال ادي function او اكس ادي اي ادي اي اكس سكوير بلس بي او اكس بلس سي تمام طيب ال-A وال-B وال-C ممكن هيبقوا أنها ممكن ال-A تساوي positive او negative انما استحالة تساوي zero ال-B ممكن تبقى positive يا negative يا zero عادي ال-C ممكن يبقى positive يا negative يا zero عادي يبقى ال-A وال-B وال-C مين فيه من فيه مستحالة يبقى مزير الا الرقم اللي اقدام اكس سكوير بس كده شكرا طب البي والسي ممكن يبقوا بزيروا عادي إنما ممكن positive ومنمكن negative الاي ده اسمه عشان فيه اسئلة نظري في ريفيجن دكتور أروسا الاي ده اسمه كتبها كتبها أنا ما بنساش حاجة الحمد لله كو اي كو ايفيشنت او اكس سكوير ودي واي ايقوال فونشن او اكس اي اكس سكوير بي او اكس سي جميل الاي اسمه ايه الاي اسمه كو ايفيشنت او اكس سكوير البي اسمه ايه عشان الترو فولس طيب والسي السي اسمه الواي انترسيت كويس يبقى الواي انترسيت هنلمس الواي اكسس فين هنلمس الواي اكسس عند النقطة يا ولاد زيرو و سي زيرو زي ما كنت من شوية في اللينير اوعى تتلغبط اوعى تتلغبط في اللينير زيرو بي في الكوادراتيك زيرو سي جميل دك بقى رقم بس اختاره يعني مثلا لو دي نيجاتيب سري وجالك في الانترسيت نيجاتيب سري ولا توه والله يبقى نيجاتيب سري طب لقى اداني نقط اكس واي يبقى زيرو والرقم اللي مكتوب هنا بقشارته ادي الواي انترسيت الشكل ده الكوادراتيك لما بتترسم بتترسم برسم بياني اسمه البرابولة اسمه البرابولة والبرابولة ده بيبقى ليه شكل من اتنين مالهمش تالت ليه شكل من اتنين مالهمش تالت يا البرابولا تبقى opens upward او concave up بالمنظر ده زي ما كنت بقولي الولادي في الكورس ايه بتبقى بتدعي ربنا بتبقى بصة للسماء وممكن تبقى سجدى لربنا بصة للارض كده opens downward جميل مفيش شكل تالت عشان فيه اسئلة يconcave up او concave down ولا concave right ولا concave lift مفيش عليك في سنقولة خالص قبل وبعد الميد حاجة اسمها concave lift لو شفتها في الامتحان اشتوبها طب concave right مفيش فقولة concave right فقولة في ايه يا concave up يا concave down بس امتى تبقى concave up يا ولاد امتى تبقى بصة للسماء لو الاي اللي هو الرقم اللي قدام كان رقم جميل وامتى تبقى بصة للارض كده لو الاي شكرا يبقى من بصتي للتمرين اعرف دي بصة فوق ولا بصة تحت ولو بصة فوق النقطة دي النقطة دي اسمها vertex نقطة رأس المنحنة ولو بصة تحت النقطة دي اسمها يا ولاد vertex نقطة رأس المنحنة vertex هنا minimum point جميل وال vertex هنا maximum point يبقى الرقم اللي قدام x square لو كان positive يبقى opens upward concave up وال vertex minimum والرقم اللي قدام x square لو كان negative يبقى opens downward جميل concave down وال vertex maximum شكرا يا سير حلو الكلام اللي انت بتقوله اول حاجة لازم تحفظها احفظ اه لازم تحفظ فين الكلام ده يا سير انت فين الكلام اللي انت عملت اقوله ده يا سير الكلام اللي انا عمل اقوله ده يا ولاد موجود اهو في البريف تمام موجود اهو في البريف فين اهو يا ولاد ادي المنظر اهو positive و negative والكلام ده كله البريف كامل معلم بريف معلم جميل يا سير عايزين بقى يا سير نجيب ال vertex دي عشان تجيب ال vertex يا ريس تعمل ايه عشان تجيب ال vertex لازم تجيب لي حاجة ال vertex دي نقطة لها x وليها y تاني ال vertex دي نقطة لها x وليها y عايزين نجيب ال vertex يا سير لازم نجيب ال x coordinate ال vt r x coordinate of vertex جميل يعني نجيب قيمة ال x في النقطة يعني النقطة دي ال x دي بكام بكام negative b يا ولاد over 2 a بالمنظر ده يعني تاخد شوف ال b بكام وتاخد negative لها وشوف ال a بكام وقسم على 2 في ال a جميل وبعد كده جبتها جب لي y coordinate بتاع ال vertex هيساوي كام ال function of negative b over 2 a مش فاهمك يعني طلع لك ال x coordinate ب 1 جيب function of 1 طلع لك ال x coordinate ب 2 جيب function of 2 طلع لك ال x coordinate ب 0 جيب function of 0 يعني function of 1 يعني function of 2 يعني function of 0 function of 1 يعني عوض في الفنكشن الاصلية بكل x مكانها 1 و function of 2 يعني عوض في الفنكشن الاصلية كل x مكانها 2 function of 0 عوض ب 0 مكان ال x شكرا ادي اهي ودي وصبستيتيوت باي اكس طيب يا سير تعال بقى نشوف اللي بعد كده ممكن نعمل ايه احنا نزلنا الشاشة نطلع فوق شوية كده خلاص نكتب فوق هنا تمام بيقول لك ايه بعد كده لو طيب يا سير اهي ما ده الكلام ده انا قلته لو اكبر من شكرا لو تمام حاجة مهم قوي اقولها لك لو هو اتفقنا ده لو كان شكرا ودي تبقى ودي وعرفنا نجيب ولو هو كده تمام اتفقنا ان دي والفيرتكس والفيرتكس دي هتبقى ايه اولاد المراضي ماكسيمم جميل ودي بتحصل لو الاي كان نيجيتف تعال ابقى معايا الله يسترك واعلى درجات تركيزك دايما الاجانب دايما اللي عملوا العلم ده دايما عشان هما اللي بيصدروا لنا العلم للأسف بنمشي من الشمال لليمين يعني انا بقرأ الرسمة دي كده كده قبل المينيمم قبل المينيمم قبل المينيمم المينيمم هي اولاد على شمال المينيمم الفونكشن is a decreasing على طول بقى قبل اي مينيمم في الدنيا وفتكر الكلام ده عشان الكيروف سكتشنج قبل اي مينيمم في الدنيا الفونكشن decreasing وبعد اي مينيمم في الدنيا الفونكشن increasing جميل يعني to the left of the minimum the function is decreasing to the right of the minimum the function is increasing المينيمم قبلها decreasing وبعدها increasing اصحى وخلي دماغك في وسط راسك وعنك في وسط راسك جميل طب الماكسيمم عشان اوصل للماكسيمم لازم اطلع يبقى to the left of the maximum before the maximum the function is increasing to the right of the maximum to the right of the maximum after the maximum the function is decreasing بس خلاص حلو الحاجة التانية بقى اقصى درجات تركيزك الله يصطرك خلاص جميل لو المينيمم دي اصير كانت كام لو المينيمم دي اصير كانت كام كانت مثلا one و four يعني الاكس كواردينيت بتاعتها ب one والواي كواردينيت بتاعتها ب four درجة الاحتراف احنا مينيمم لحد فين احنا مينيمم لحد فين احنا decreasing لحد فين وانت في decreasing ركز لي مع الاكس يعني يا سير يعني انا decreasing من جيم الشمال من negative infinity لone شكرا و increasing من one ل positive infinity شكرا يا باشا على الكلام ده خلاص و infinity positive شايف القصة كلنا ماشيين من negative infinity positive infinity انما هنا اللي ثابت في الاتنين ال x كواردينيت يا ولاد جميل وهنا ماشيين من كام لكام شايف من negative infinity positive infinity والثابت الاكس كواردينيت بتاع الفيرتكس حد زعلان مني مفيش زعل حد شايف زعل مني خلاص يبقى سألك على increasing and decreasing interval هنعرف نتصرف تمام الكلام ده موجود هو يا ولاد هنا طيب يا صير بعد كده and 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 هنشوف and and increasing and 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 the x النقطة دي كانت one واربعة ما فيش وقت بقى أقعد أشرح لك ليلة كبيرة بس دايما 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 الدومين الدومين بتاع الكوادراتيك لحد ما أنا وانت نموت بتاع الفونكشن اللي هتجي لك في الامتحان فيها x square أعلى باور فيها x square دايما الدومين ar دايما الدومين r الار دي ممكن بدال هيبقى infinity و positive infinity مين الار الاعداد الحقيقية الريل numbers عشان بيقولوا real numbers بقت r يعني كل النيجاتف وكل positive وزيرو بقى مش fraction نيجاتف بعيد بقى r من نيجاتف infinity من سالب ما لا نهاية ل positive infinity مو جب ما لا نهاية لحد ما تموت لو لعب بيك الكورة لو شنقوك في اللجنة ايه هتنسى الكلمة دي quadratic domain r طب والرينج دي بقى اللي هتيجي تمام وهنشوف الاسئلة ايه الرينج يا سير الرينج يعني الواي values زي ما الدومين سيت اقول لك انه هو x values او تقول لي الرينج هو الواي coordinate او الواي هو الواي هو الواي coordinate الرينج يعني ايه اقصى درجات تركيزك رينج يعني y رينج يعني y رينج يعني y تالت مرة رينج يعني y جميل جميل الكلام ده رينج يعني y اه طب انا عمل ايه يا سير اقصى درجات تركيزك الفونكشن دي كده ايا كان شكلها وايا كان كانت ايه دي domain r ايش معنى عشان ده بارابولة والبارابولة يعني x square يبقى domainه ب r وده بارابولة يبقى بارابولة x square يبقى domainه ب r كل x square كل الواي بارابولة domainه r شكرا طيب هنا بقى الرينج الرينج طالما انت مفتوح لأعلى كده يعني عندك minimum يعني اصغر قيمة عندك هي قيمة اربعة ما هو رينج يعني y ما تتلغبطش بقى في اللجنة تقولي اصلا انا نسيت كانت واحد ولا اربعة رينج يعني y خلاص تشوفني الواي هنا دي اصغر قيمة يبقى انا هبتدي من الصغير اربعة الى ما شاء الله يبقى بوزة دايما تبتدي بالصغير والمينمم هي الصغيرة يبقى الرقم الواي فيها اربعة لحد في الورق لو ايه اهي يبقى من خد 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 شكرا ده الرينج لكل لو افورد لو في الامتحان قالك ان او انت حسبت الفيرتكس نيجاتيف ون ون وكان ال يعني دي افورد كانت النقطة الفيرتكس نيجاتيف ون وسألك عال رينج وانت بتفكر في رينج تفكر في الواي للمرة العشرة هي وانت بتفكر في ال feder رينج تفكر في الواي الواي هنا كان كام كان ودي يبقى من لانفينيتي ميستر اصل قال لي ولا ليه قال لي ولا قالك ولا شافني ولا شافك خد الواي لانفينيتي طالما والواي مقفولة اصل يا ميستر في سنوي كان ماليش دعوة بسنوي انت عندك امتحان بكرة تاخد الواي مقفولة اهي وانفينيتي فوق جميل هنا بقى دي ماكسمم يعني ايه يعني اعلى نقطة يعني كلنا اصغر منها كلنا اصغر منها كلنا اصغر منها يبقى هي كبيرة حلو طالما هي كبيرة الانترفال بتبتدي اه من كبيرة اهي 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 واخد الواي ستة بس انا جاي من تحت 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 لاني دي ماكسمم جاي من تحت 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 وصلت للمكسمم جاي من تحت يبقى جاي من نيجتيف انفينيتي يا حبيب قلبي ووقفت عند الواي اللي هي بتاعت الفيرتكس اللي هي ستة وقفل البراكت كلوز مع الواي اهيه يبقى حتى انا كاتبها لك لو هي الاي نيجاتف يعني يبقى الرينج نيجاتف انفينيتي والواي كوردينيات احفظ وطبق وطعرق وسيح دمه يلا خلاص شكرا طيب في طريقة تانية لكتابة الكلام ده دكتور رحمد قروسة بيقول ماشي ها دلوقتي يا فانتم حضرتك دلوقتي هنا الاربع هي الصغير الواي هي الصغير جميل يبقى الواي كده اكبر من او بيساوي اربعة ليه يا ميستر عشان الاربع هي الصغير يبقى انا اكبر منها ما هو انا اكبر منها لحد الانفينيتي بوظة طب هنا الواي هي كبيرة الواي هي كبيرة تكتب الواي للزن قور ايكوال ستة فاهمت قصدي ويلا بينا اهي واي زن قور ايكوال واي كوردينيات واي للزن قور ايكوال الواي كوردينيات تعال حاجة كمان عايزين نقولها فضيلي حاكتين كمان في الفانكشن دي خدنا ايه? خدنا أيه خدنا ايوة. 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 خدنا شخرا. شكرا. خدنا كمان خدنا يا سر قلنا خدنا خدنا نجيبها ازاي? ويا ترى هي مين ما موجودة مكس منكم. راجع مع نفسك كدة فضيلي حاجتين. حاجة بنفس الطريقة نضرب بها حاجتين. ايه هي يا سير الحاجتين دي? يقول لك يا باشا ايه? يقول لك مسلا دلوقتي اسألك في الامتحان عن حاجة اسمها اكس انتر سيت. اكس انتر سيت. جميل. اللي هي برضو كأنه بيسألك عن الريل روتس. او ساعات يقولوا عن الريل روتس ودي اولاد الزيروز او يقولوا عليها السولوشن حل المعادلة بتاعتي. جميل. اعمل ايه? ساوي الواي بالزيرو. مش فهمك. مسلا. 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 كان عندك اكس سكوير ماينس ناين الواي ايكوال كزا. دي كوادرتك اوه. الاي بون. لان اللي قدام اكس سكوير وان. والبي مفيش اكس يبقى بزيرو. والسي بنيجاتيف ناين. هنا الواي انتر سيت هنا بكم? بزيرو سي. يعني زيرو ونيجاتيف ناين. او اختار في الامتحان ناين لو اداني حاجات كده الواحدة. ماشي. طب يصير انا عايز اجيب الاكس انتر سيت. او عايز اجيب الريل روتس. اكس انتر سيت يعني تحطيلي الواي بزيرو. واي بزيرو. يعني اكس سكوير ماينس ناين ايكوال زيرو. اه. طيب ممكن بالكالكوليتور اجيبها. في ناس تعرف تجيبها بالكالكوليتور. وفي ناس تانية تقولك لا 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 اصل اكس سكوير كده هتبقى. ودي ناين دي هناك تبقى. خد سكويرروت للاتنين. يبقى اكس بس ايكول. سكويرروت للاين مسري. او ناين سري. او ناغتيب سري. او نيجاتيف سري. في الامتحان. الريل روتس. الزيروز. السولوشن بتاعيه كواليكوشن. ناجاتيف سري وب اض���يف سري. الريل روتس. السولوشن. الزيروتس بتاعيه الاكواشن. نيجاتيف سري وسري. طب يا مستر لو سألني عن الاكس انتر سيت. اكس انتر سيت يبقى نقط. من شوية. لو انت فايق ومركز. كان اي واي انتر سيت في الاكس بزيرو. يبقى اي اكس انتر سيت في الواي بزيرو. اه. يبقى فيه زيرو ما كان الواي هنا. وزيرو ما كان الواي هنا. وعندي نيجاتيف سري وزيرو. يبقى نيجاتيف سري وزيرو. وبوزيتف سري وزيرو. خلص الكلام. اجي الاكس انتر سيت. فاضل سؤال عشان ما بقاش نصبت عليك يقول لك عايز line of symmetry او axis of symmetry اسم من الاتنين line of symmetry او axis of symmetry محور التماسل او خط التماسل ده مين يا مستر بص يا برينس شايف دي اهيه فاكر دي كانت كام كانت واحد واربعة الخط المنقط ده اللي بيمر بيكون perpendicular يعني عمودي على على الخط اللي بيمر الخط اللي بيمر بالفيرتكس ويكون perpendicular عليها جميل وبيكون موازي خط بيكون vertical line vertical line شوف على ايه على ايه تاني على ال مين هو بقى يبقى شوف تاني شوف شوف طب وهنا شوف بينا يا ولاد نتوكل على الله هتقول يا مستر هقولك الفونكشن رقم 3 الفونكشن رقم 3 كانت مين يا مستر الفونكشن رقم 3 كان اسمها الكيوبك حاجة اسمها كيوبك فونكشن عبيطة مش تاخد من هنا 3 دقايق يلا بينا نتوكل على الله كيوبك فونكشن يعني ايه يعني يعني y equal function of x يعني بتساوي x power 3 x 3 او x power 3 كيوبك يعني الدلة التكعي بيها يعني power 3 ميستر حطتها في البيئة اهي 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 خلاص جميل اهي لوحدها اهي كيوبك ما عليكش غير شكل وحيد x power 3 اصلي يا ميستر في curve sketching في شابتر 5 في الفيديو التاني عليك x 3 plus x 2 minus x ماشي انما في شابتر 1 لما يسألك عن شوية لاسئلة اللي هو لك دلوقتي هي x 3 بس x 3 بس x 3 بس شكرا يلا بينا x 3 اه رسمة وحيدة اهي الرسمة اهي ادي ال x اه ادي ال x اكس ازا هو يا ولاد ودي ال y اكس ازا هو يا ولاد نغير بقى لون الالم عشان نعمل الرسمة اهي يلا بينا الرسمة شكلها ايه خلي بالك عشان الناس اللي معدي عليها اطربوا اير x اكسس ده اللي هو محور سين y اكسس ده محور صاد ده الهوريزونتل ده الوريزونتل ده الوريزونتل ده الوريزونتل شكرا اللي دي بتبقى كده رسمة وحيدة لازم تعدي من الوريزونة وتمشي كده شكرا اذاكر ايه اذاكر ان الكيوبك لحد ما نموت اللي عليك لان فيه كان السنة فات بياخدوا positive x3 و negative x3 لا مليش دعوة بقى negative انا اللي عليها السنة دي positive بس يبقى علي ان هي increasing شوف لما رسمناها من تحت الفوق increasing شوف الجمال والحلاوة increasing شكرا علي ان هي lies موجودة فين انت اقول لي فقامه اربع الربع الاول والربع التالت شكرا علي ان و الواي انتر سيت فين اكس اكسس يا ميستر ادي اكس اكسس يا ولاد الوريزونتل فين اكسس يا ميستر ادي الواي اكسس لمستهم فين لمستهم عند النقطة زيرو زيرو جميل يبقى اكس انتر سيت واي انتر سيت ايكول زيرو زيرو كل ده انا مذكره او مذكره او حفظه دي حريتك بقى خلاص علي يا ميستر حاجة كمان ان هي symmetric about the origin ليه شايف لو حطينا على نقطة الاصل كده قلم تلاقي ان الخط ده هو الخط ده بس مع كسينش يعني كان يوقف بمرأة هنا وهنا فيقول لك symmetric متماسل حول نقطة الاصل تمام؟ شكرا يا باشا فاضل حاجة واحدة بس domain range domain range domain range لحد ما انت وانا وهم يموتوا domain R range R دايما يا ميستر هنا بقى او في دي مش هتتغير domain يعني يعني تمام؟ اللي اتنين R اللي اتنين من خلص الكلام خلص الكلام ادي خلص الكلام اهي خلص الكلام خلص الكلام ربنا يبارك لك مش عايز حاجة تانية مش عايز ما فيهاش لعب ما فيهاش لعب الفونكشن اللي بعد كده نمر اربعة ياولاد حاجة اسمها الريشنال ريشنال فونكشن يعني الدوالي الكسرية ركز قوي عشان دي منتنا ماشي كسرية يعني ايه يعني حاجة على حاجة حاجة على حاجة طيب الحمد لله رب العالمين الناس رقفة تنبع حالتكم عشان عارفين ان انتو كتع كتسع كتسل رحوا عاملين ايه رحوا قالك عليك شكلين بس منهم ايه هم الشكلين اهيه وان اوفر اكس والتانية واي ايكول نيجاتيف وان اوفر اكس بس تو اوفر اكس مش عليك يا حليوة طب نيجاتيف تلاتة مش عارف مين مش عليك يا حليوة وان اوفر اكس نيجاتيف وان اوفر اكس شكرا تمام اللي حاكتنا هم ادي الدلة الكسرية ادي الوان اوفر اكس وادي نيجاتيف وان اوفر اكس جميل الرسم يلا نرسم برسم ال-x ال-y وال-x اهو خلاص وبرسم ال-y وبرسم ال-x اهو ونغير خط الالم عشان الناس نشوف نجيب الاخدر دلوقتي انت حدسي للبلد خلاص في ال-one over x بتبقى موجودة في الربع الاول تمام وموجودة في الربع التالت يبقى one over x جميل طيب negative one over x بتبقى موجودة في الربع التالي وموجودة في الربع الربع ادي negative one over x جميل حلوة مستر الكلام ده شايف الازرق هو ال-x وال-y هم ال-axes بتاعتي اللاخدر هو الرسمة الرسمة دي او الرسمة دي لها اسمه يا مستر هاي بارابولا حفظ ال-rational function one على x negative one على x هاي بارابولا يبقى انا في اسمه لا تلت اسامي ال-first degree اسمه straight line ال-second degree لها quadratic اسمه بارابولا ال-cubic ملهاش اسم ال-rational لها اسمه ايه هاي بارابولا هاي بارابولا شكرا ادي الهاي بارابولا هنا وهنا ها لما تكون one over three بتبقى lies in quadrant one and three الربع الاول والربع التالت قلنا الربع بتبتدي هنا one وتمشي عكس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة شكرا هنا بتبقى موجودة في quadrant two and four ياولاد بالمنظر ده خلاص خلصنا جميل اهي مكتوبة lies in quadrant one and three lies in quadrant two and four شكرا ده الهاي بارابولا الهاي بارابولا شكرا نوع بنحفظ بقى ايه جميل انه هما الاثنين كلام اللي جاي على الاثنين الفرق الوحيد بين الاثنين انه دي two and four ودي one and three على الاثنين symmetric about the origin اه بيتكرروا حوالين نقطة الاصل اهي نقطة الاصل symmetric about the origin شكرا النمرة التانية ايه يا سير no x inter set no y inter set ما بيلمسوش الاكس وما بيلمسوش الواي وبعدين حاجة مهمة جدا 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 لو ما جاتش في الامتحان بقى زعل مني هنا فيه اسمتوت اه اسمتوت يعني ايه اسمتوت 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 كلمة اسمتوت كلمة اسمتوت يا ولاد ما ظهرتش غير دلوقتي في الفونكشن دي وهنكمل بيها الفونكشن ان شاء الله اسمتوت اهي اسمتوت يعني خط تقارب وفيه اتنين اسمتوت في الدنيا ما لهمش تالت الكلام ده من دلوقتي الى ما شاء الله مين هما يسير الاثنين اسمتوت اللي في الدنيا vertical اسمتوت اللي هو ال y y dash او ال y axis horizontal اسمتوت اللي هو x x dash او ال x axis يبقى فيه اتنين اسمتوت في الدنيا يا ولاد ال x horizontal ال y vertical خلص الكلام طيب دي الفونكشن الوحيدة اللي لها اتنين اسمتوت اش معنى يعني عشان هي قربت من ال x وما لمستوش وقربت من ال y وما لمستوش يبقى ليها vertical اسمتوت y y dash horizontal اسمتوت x x dash has two اسمتوت vertical horizontal جي الفونكشن الوحيدة اللي في الدنيا كده شكرا يا سير ايه تاني domain range لاحظ domain range هنا حفظ اش معنى حفظ لان انت في ال domain domain يعني ايه يعني ال x axis اهو انت قرجت شفت البوزيتف بتاع ال x وشوفت ال negative بتاع انت في ال اتنين شفت ال positive و negative خلاص يبقى R عندك ر يعني negative و positive انما هنا انا شفت positive بما شفت ال zero انت في ال اتنين دول في كل الريشنل الدومين والرينج كام يا ولاد سواء بيكلمك على دومين او بيكلمك على رينج ايه هو يا ولاد ار ماينس زيرو ار ماينس زيرو بس خلاص يبقى كل الريشنل ياسير ادي الكلام اللي انا قلته كله والكلام بتاع الاسمتوت بشرحه والدومين والرينج ونو وانترسابت خلصت يا ولاد الفونكشن رقم اربعة يلا نتكلم على الفونكشن رقم خمسة الفونكشن رقم خمسة اسمها ايه يا سير? رقم خمسة اسمها الاكس بو نينشيال فونكشن اكس بونينشيال فونكشن. طيب يا سير كل الدوان يعني الدوال القصية موجودة في يا سير? طبعا نعيب عليك اهي? اهي الاكس بونينشيال اهي وانا مثلا دي في معزة ابني محمد. خلاص جميل. الاكس بونينشيال يا سير يجيلي في الامتحان ايه? شكلين ملهمش تالت. وهتيجي. لان اروس عامل عليها في الاسئلة. ايه هم الشكلين يا سير اللي ملهمش تالت? الشكلين اي باور اكس. واي اي باور نيجاتيف اكس. جميل. دول الشكلين اللي عليك. في الاكس بونينشيال. لازم تحت اي. لازم تحت اي. لازم تحت اي. وفوق مرة باور اكس. ومرة نيجاتيف اكس. ماشي. ارسم ووريهم. واي اهي. واي اكس اهي. خلاص جميل. وهنا واي اهي واي اكس اهي. اجمل. يلا بينا يا اولاد نرسم بخط تاني عشان الناس تركز. في الواي باور اكس. بتبقى عاملة كده. وفي الواي باور نيجاتيف اكس. عكسها. عاملة كده. رسموها هنا ورسموها بره ورسموها في امريكا ورسموها انش دعوة. دايما دايما دايما. الاتنين بيقطعوا. الواي اكس عند النقطة زيرو وون. وهنا عند النقطة زيرو وون. ايو مستر بس ممكن في الامتحق ما فيش. حفظ. واي باور اكس. واي باور نيجاتيف اكس. كل الاكس بونينشيال فونكشن. كل الاكس بونينشيال فونكشن. واي انترسيت زيرو وون. تاني. واي باور اكس. واي اي 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 باور اكس. اي باور نيجاتيف اكس. كل الاكس بونينشيال. واي انترسيت زيرو وون. ولا اكس جميل. وبص يا شو بص بص. دي جاية من تحت الفوق. يبقى دي اصير جميل. يبقى يا ولاد. حلو. يبقى واحدة منهم شكرا. اللي ليها شكرا. اللي ليها شكرا. اللي اتنين عندهم واللي اتنين ما لمسوش الاكس. ما لمسوش الاكس. ما لمسوش الاكس. قربوا من الاكس وما لمسوهاش. قربوا من الاكس وما لمسوهاش. طالما قربت وما لمستش. طالما قربت وما لمستش يبقى عندك اسمتوت يا عم. اسمتوت هنا مين? الاكس اكس داش. او الاكس اكس او هوريزونتل اسمتوت. فاهمت قصدي? كل الكلام هو يسير. جميل. والاتنين لايز ان. ايه يا فندم? موجودين الاتنين مرسومين فوق الرسمة دي تقول يا مستر ما هو لمس لا يا ابني لا 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 لو كبرنا الرسمة شوية ما بيلمس دي غلطة بقى انا واخد الكلام ده من البي دي اف بتاعة ده كترة ما بيلمس يبقى عنده يعتبر خط تقارب قربت منه وما لمستوش شكرا طيب يا سير فاضل ايه مقه وعنده شكرا فاضل ايه دومين ورينج دومين ورينج دومين ورينج تعال نشوف دومين يعني عدت جنب عدت جنب ولمست زيرو زيرو يعني لمست محو كل زيرو زيرو وكل دا يعتبر خلاص جميل لمست زيرو بتاع وشفت عدت جنبه وشفت عدت جنبه يبقى في الاتنين في الاتنين او الرينج الرينج اه رينج يعني واي عدت جنب اهو الاتنين ما عدتين جنب ومفيش حد عدت جنب النجاتيب بتاع الواي مفيش حد عدت جنب النجاتيب بتاع الواي حلو تمام هل لمست زيرو الواي ايه زيرو الواي كل الاكس اكس زيرو الواي ما لمستهاش يبقى الرنج بتاعك واخد البوزيتف بس مش واخد الزيرو مش واخد النيجاتف عشان كده الرنج في الاتنين في الاتنين بيتكتب ازاي من زيرو لانفينيتي الاتنين مفتوحين يا مستر ما انت كتب الزيرو لا ده اوبين براكت الزيرو مش معايا خلاص والكلام ده مكتوب عندك اهو تمام هنا فيه اللي بعدها نجوم المجتمع الراقي مين يا مستر اللي بعدها اللي بعدها ده كترة يا باش مهندسين حاجة اسمها ايه لوجاريزميك فونكشن لوجاريزميك فونكشن لوجاريزميك فونكشن عليك شكلين ملهمش تالت مين يا سير واحدة فيهم اسمها وي ايكوال لوج لوج اكس والتانية وي ايكوال لوج بس ويز بيز اي تحت الجي كده في اي لأكس كده صح وهي دي ممكن تكتب لن اكس تاني عشان فيه اسئلة على لن واسئلة على دي وانت ما بتاخدش بالك ان الاتنين نفس السؤال للين اتنين حاجة واحدة لوج ويز بيز اي تحت دي هي لن اكس اهم اهم ما بنساش الحمد لله رب العالمين اهم يا ولاد اهم ادي اللوجاريزميك فونكشن والتانية والتانية وي ايكوال فونكشن او اكس اكوال لوج ويز بيز اي لل اكس اللي هي لن ممسوحة هي زودها وان bats الله يباركلك لن الاكس تمام جميل اهي جميل يا سير الكلام ده تمام رسمتهم ازاي رسمتهم يا ولاد ادي الاكس ودي will away ادي الاكس ودي wy جميل طيب يا سير غير القلم عشان الناس تفقدم الرسمة اهي. بطلع كده قريب قوي 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 من الواي. وما ملمسهاش. وبقطع الاكس. بقطع الاكس فين يا مستر? بقطع الاكس في كل انحاء الدنيا. في العالم كله. كل اللوجاريزمك. انا رسمتها المهندس محمد رسمها. واحد في امريكا رسمها. تمام? صحينا اه ديفيد شارل سامحون من تربته قلنا له رسمها? لازم يقطع الاكس عنده النقطة وان وزيرو. طب وهنا برضو قرب اول راب قوي 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 من الواي. وقطع الاكس وطلع فوق شوية. دي اللوج قريبها من الاكس اكسز اللين بعيدة شوية عن الاكس اكسز. لمست فين يا معفل? لمسنا عند وان وزيرو. يبقى اللي اتنين اللي اتنين لاني طالع من تحت الفوق. اللي اتنين لايزن وان وزيرو. اللي اتنين. اللي اتنين. تمام? ما الواي انتر سيت. انا قربت قوي من الواي وما لمستوش. تاني. قربت قوي من الواي وما ما لمستوش. طالما قربت من الواي وما لمستوش يبقى الواي بالنسبة لي Asymptote. يبقى في Vertical Asymptote. Y Y Dash. ايه ايه؟ ايه. ايه. كده انت Asymptote ظهرت في ثلاث حتات في منهجك. في الRational كان في Vertical Horizontal. X و Y. في الExponential كان في One Asymptote. اللي هو Horizontal Asymptote. اللي هو XX Dash أو XX. في Logarismic في One Asymptote. اللي هو مين يا ولاد؟ اللي هو Vertical. شكرا. Domain و Range. Domain يعني بتكلمني عن الX. و Range يعني بتكلمني عن الY. طيب. لاحظ ان حضرتك الRange الاول عشان اسأل. لاحظ الRange يعني الY Axes. حضرتك عديت جنب negative Y. و عديت جنب positive Y. ولمست zero Y. zero Y اللي هو X Axes. يبقى حضرتك شفت الY كله. positive negative و zero يبقى الRange R اللي هي positive infinity negative infinity. الRange R positive infinity negative infinity. طيب يا سير. بالنسبة بقى حضرت سيادتك. الDomain. الدومين يا فندم لاحظ انك انت ما شفتش في الX غير الPositive بس. اش معنى؟ هنا كنت معدي جنب positive و هنا كنت معدي جنب positive و ملمزت zero لأي يعني zero ده يطلع ايه؟ zero X ده فندم اللي هو Y Axes. ملمزت zero X ملمزت zero X آه يبقى على طول هنا يا فندم ايه الحد لوتا؟ يبقى انا عندي هنا ان انا ملمزت zero X يبقى الدومين يا أولاد هيبقى من zero مفتوحة خلص الشابتر الاول تعالوا نحل عليه تلاتين اربعين خمسين تمرين ستين سبعين تمرين كده طبعا مش هنحل كل ده يعني هنحل كم واحد عملي و كم واحد نظري نشوف القصة ماشية ازاي؟ قبل ما نخش في الشابتر التاني طيب يا ولادي يلا بينا نتوكل على الله اللي أنا مقسم لك لشابترز زي ما مقسم لك لشابترز مقسم لك لشابتر كل رفاق تفتح الشابتر الورقة بتاعتنا احنا في شابتر وان تمام؟ في شابتر وان ما لاكش دعب ترقيب الصفحات ما تقوليش صفحة وان لأ لسه نهاربت بترتيب تاني كده لان هحط جزء من البريف الجزء بتاعت هيبقى هما في بيج وان و تو في الريفجن المهم تفر لحد ما تلاقي شابتر وان انت ذاكرت خلاص من البريف سمعت الفيديو نفتح نحل نحللنا شوية اسئلة كده حلوين اول موضوع اهو قدام عينيك اهو اول سؤال قديني كبرنا الاسئلة بنسبة تسعة في اسئلة عادية بس بنسبة الاسئلة كمام؟ لان امتحانك يلا بينا بيقول لك اهي شكرا قبل ما اكمل دي مين دي فيه السلوب الام بالسلوب بيساوي اتنين والواي انتر سيت الحاجة من الاتنين هتقول لي نيجاتيب سري بس انما لو في الامتحان بيختبرني بقى اي واي انتر سيت ما كان يبقى زيرو نيجاتيب سري انا كده ودي 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 لو ترسمت شكل الخطة هيبقى عامل كده شوف انا برجعلك كمان وانا بحل لك يلا بينا وي ايكوال اتنين اكس باي مايناس سري زين مديك اربع اجابات يطرى السلوب بنيجاتيب سري غالط يطرى الان وي انتر سيت بتو غالط يطرى السلوب بتو والواي انتر سيت بنيجاتيب سري هي الاجابة دي اللي صحيحة شكرا لان السلوب الرقم اللي قدام اكس لما تكون على شكل جنرال فورمولا والواي انتر سيت هو الرقم اللي على جنب كده ده السؤال الاول السؤال التاني اتنين اكس مايناس سري نفس الفنكشن. يا ترى هي احنا قلنا على جنب ليه انكريزنج? لان الاسلوب اتنين يعني يبقى خلاص ولا انكريزنج ولا نان ديكريزنج ولا نان انكريزنج ما عندكش حاجة قبل زي ما قلتلك اول ما تلاقي في الامتحان اشتوبهم واول ما تلاقي في الامتحان او اشتوبهم خلاص يبقى انا دلوقتي دي انكريزنج ليه انكريزنج عشان الرقم اللي عدام اكس ياسير الفنكشن دي كوادراتيك بقى ادي المنظر قدام يلا بعيننا هنا دي كوادراتيك دي ساكند ديجري على جنب الرقم اللي قدام اكس سكوير البل الرقم اللي قدام اكس بطو الرقم اللي الوحده ما فيه شي بقى بزيره هشوف دي ها الايه نيجاتيب يا ولادي يبقى دي لما تترسم هتبقى اوبن زي دا ونورد كده. وهتبقى الفيرتكس يا ولاد ماكسيموم. شكرا. تعالى بنشوف السؤال ها. نيجاتيب اكس سكوير بلاس تو اكس. ها اماكسيموم. اماكسيموم. مش مينيموم. ورسمت هلك هي عشان ايه ما توجعش قلبي. ايه بوس ماكسيمون مينيموم. مش حاجة في الدنيا اسمها بوس ماكسيمون مينيموم. ده في الشب انا اسف. ده موجود عندنا اه في الشابتر بتاع الكيرف سكيتشن بشهنا خالص. Vault? لا. الكوادراتيك مالحاش اسمتوت. تاني الكوادراتيك مالحاش اسمتوت. شكرا. اسفقر الرقم اربعة. اهيه. تمام? بيقولك ايه? ها اهيه. لما يقولك دي كده كانت ي اولاد. اه? ايه pan. لما يقولك عايز يبقى حضرتك بتساوي الواي بزيره. يلا بينا يعني نيجاتف اكس سكوير بلس تو اكس بيساوي زيرو هنا بقى اعمل ايه اه يا مستر انا عايز احلها موجود اكس في المقدار ده وموجود اكس في المقدار ده ممكن اخد كومن فاكتور الاكس يتبقى ايه لما خدت من خلي بالك اكس سكوير يعني اكس في اكس خلاص انت خدت واحدة برا يتبقى واحدة جوه وتاخد نيجاتف عشان قدامها نيجاتف وهنا تو اكس خدت الاكس يتبقى تو كل ده بيساوي زيرو بتعمل ايه بقى حكتين مضربين في بعض يبقى ممكن يبقى ده تقوله الاكس بيساوي زيرو اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر root. دول السولوشنز. دول الزيروز. ولو كان طلب ال اكس انترسيت. كنت اي اكس انترسيت فيها الواي بزيرو. اي اكس انترسيت فيها الواي بزيرو. كنت هتحط هيه يا نجم. كنت هتحط زيرو اكس هي. يلاقينا ها? كانوا كام يا ولاد? كانوا زيرو وكام وتو. يبقى الاجابة السليمة كانت ايه? وحلتها قدامك. اه. وحللها في الورق. خمسة. نيجاتيب اكس سكوير اند تو اكس. عايز الفيرتكس. هي هي. عايز الفيرتكس بقى. عايز الفيرتكس يا ولاد. كانت بتيجي ازاي? كنا بنقوله الاول. كانت بتسوي نيجاتيب بي اوبر تو ايه يا ولاد? ها? نيجاتيب بي. البيب كام? البيب تو. يبقى نيجاتيب من عندي. وحطيت البيب تو. على تو ايه? تو في نيجاتيب وان. يعني نيجاتيب تو على نيجاتيب تو. يعني الاكس كواردينت بوان. عايز اجيب بقى نقطة الفيرتكس. عبارة عن اكس وواي. انا جبت الاكس. عايز اجيب الواي كواردينت. واي كواردينت يعني فونكشن. بتاع الرقم اللي حضرتك لسه جايبه ده. فونكشن وفوان. يعني كام? يعني اتعود في الفونكشن الاصلية ما كان الاكس بوان. يعني نيجاتيب. ادي وان. سكوار بلاس تو. فوان يعني كام يا ولاد? نيجاتيب وان بلاس تو بوان. يبقى الفيرتكس وان ان وان. اهو. يالله بينا نشوف. نمرأة خمسة. هزا فيرتكس وان ان وان. وحلتها. جميل قوي. اه ده مش محتاجين نحلو. ده برضو بالفه. اللي جاي ده كواتشن سيكس. بيقول ايه? نيجاتيب اكس سكوار. نيجاتيب اكس سكوار دي يا ولاد. كواتراتيك. وهنا الاي بنيجاتيب وان. لما يقولك في الامتحان كده. نيجاتيب واي ايكوال. واي ايكوال اي يا فندم. نيجاتيب واي ايكوال نيجاتيب اكس سكوار. دي كواتراتيك. كان فيها على جنب كده. الاي بنيجاتيب وان. والبي مافيش زيرو. والسي مافيش زيرو. يبقى نيجاتيب هنا كده. ودي حضرتك هتبقى جميل. واو كونكيف داون. نيجاتيب اكس سكوير. كونكيف رايت فونكشن. طب ما فيش حاجة اسمها كونكيف رايت. كونكيف لفت مفيش. كونكيف داون هي كونكيف داون يا ولاد. شكرا. سؤال سبعة. اي باور اكس. هاي بارابولا. اي باور اكس. باور اكس. دا غلط. كلمة هاي بارابولا دي مكتوبة هنا غلط. دي غلط مالدكتور اصلا كده. دي نزف الريريجين بتاع الدكتور. اي باور اكس دي ملهاش اسم ايه? اي باور اكس كان بتترسم ازاي? يترجع للبريف يابوصيلي عالبورد. اي باور اكس كان بتترسم كده. يبقى دي اهي. سؤال تمانية. اي باور نيجاتيب اكس. ولا دي هستنى. ايه باور نيجاتيب اكس. ايه باور نيجاتيب اكس. يا ترجع البريفيات بصلي. دي كانت عاملة كده. يبقى وليها وان اسمتوت اكس اكس داش او الاكس اكسس. ديكريزنج ان هاز وان اسمتوت اللي هو اكس اكس داش. جميل قدين ادينا ماشية في الحل والله الدنيا حلوة ايه. خلاص يلا بينا. السؤال رقم لا ده تحت. هنقلب الصفحة علش. عشان هنا انا ايه مرتب ترتيب غريب كده يا بوزة مني ولا برتب. السؤال رقم تسعة. ده فانكشن واي ايكول فانكشن او اكس. تمام? واي ايكول فانكشن او اكس. ادي واي ايكول فانكشن او اكس ايكول لوج وز بيز ايه ليه اكس. شفت الخيانة? قلتها لك. لوج وز بيز ايه الاكس دي? اللي هي ايه? لين اكس. ودي كان شكلها يا مستر. كان شكلها عمل كده. اهي. كان كده 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 اهي. بص بيقول ايه بقى. اقد انكريز. ان هز اكس ترسيت وان ان زيرو. طبعا. ما احنا قلنا دي حفز. اكس ترسيت وان ان زيرو. اهي. اهي. انكريز peng and y intercept one and zero. غلط. decreasing and has x intercept one and zero. غلط. لنعمش decreasing and increasing. increasing and has x intercept zero one. لا. هي اول واحدة. خلاص. شكرا. السؤال عشرة. لن x. لن x هي هي. والمصحف هي هي. increasing. ايوة. x intercept one and zero. ايوة. lies in quadrant one and four. ايوة. one and four. all of the above. فاخترنا all of the above. function x square. always decreasing. والله always increasing. لا. x square. و negative x square. الكوادراتيك. زي ما شرحنا من شوية. قبل الماكسيمم ولا قبل المينيمم. بعد الماكسيمم ولا بعد المينيمم. بيبقى increasing ولا decreasing. يعني هي sometimes increasing. sometimes decreasing. شكرا. يبقى ما ينفعش always increasing always decreasing. انما x square. اللي انا متأكد منه ان هي concave up. x square concave up. لان ال a positive. فهتبقى مفتوحة للسماء. سؤال رقم اتناشر. جميل ده. تمام. اهو بيقول لك ايه. the graph of the function. جميل. هنا y equal. ادي x square. minus two x. minus three. تمام. وحله انا تحت اه. هز اه. minimum ولا ماكسيمم والفيرتكس بكام. اولا هنا ال a بتساوي one. ال b بتساوي. تاخد الرقم اللي قدام x بقشارته. يعني negative two. وال c تاخد الرقم اللي الواحده بقشارته. negative three. طيب. اولا دي اللي قدام a positive. فهتبقى open the upward. open the upward. و هيبقى لها vertex minimum. شكر. عايزيني جيب ال vertex بقى. x coordinate بتاعت ال vertex بتساوي. negative b over two a. بصيلي عال board. negative اهيه. و b كانت ب negative two. two a يعني two for one. ال a بone. يعني two over two يعني one. ادي ال x coordinate of the vertex. عايز اجيب ال y coordinate. هو وال x coordinate طلعت بكام. طلعت بone يا سير. يبقى هو function of one يا ولادي. جميل. يعني عوض هنا بone. يعني one x square. يعني one square. minus two x. two of one. minus three. يعني one. minus two minus three. يعني negative four. ايه ده? بقت ال vertex. one و negative four. وهي minimum. جميل. يبقى minimum انوان ال negative four. اهي اولاد الاجابة التانية. وحله انا تحت. the graph of the function. اللي بعده. تمام? x square minus two x. maximum. ولا minimum. والله يا مستر x square يعني اللي قدام x square كان positive. يبقى هي opens upward. يعني ليها minimum. وعايز ال vertex حلله لك تحت. خلاص نفس الفكرة اللي احنا عملناها هنا. جميل. وريني اسئلة تانية. هوريد اسئلة تانية نمسح البورد بس. كده عشان نعرف نحل. ماشي يا اولاد. يلا بينا. ها. يلا بينا. يلا بينا. بيقول لي يا باشا. السؤال ده مسلا هو كده. ده مين? ده كده لقى ليبلي الصفحة. تلاتاشر. جب لي هنا كده. خلاص اربعتاشر. بيقول لي ايه? نيجاتيب اكس سكوير ويه? اه بلاس اكس. عايز تو اكس انترسيت. عايز الاكس انترسيت. نيجاتيب اكس سكوير بلاس اكس. لسه حلنا من شوية وجبنا لها الريروتز. طلعت كامل ريروتز. كانت طالعة يا سير. بزيرو وان. او مش حلناش مش مش مشكلة. عملنا ايه? عشان اجيب ريروتز. او اكس اكس انترسيت. لازم اساوي الفانكشن بالزيرو. بقت نيجاتيب اكس سكوير بلاس اكس بلاس زيرو. خدنا الاكس كومن فاكتور. تبقى جوه نيجاتيب اكس بلاس وان. يبقى يا الاكس بيساوي زيرو. يا نيجاتيب اكس بلاس وان بتساوي زيرو. تمام? يعني الاكس بان. بقى عندي تور ريروتز. زيرو وان. جب منهم الاكس انترسيت. هيبقى واحدة زيرو وزيرو. واحدة وان وزيرو. اه. فاخترنا الاجابة يا ولاد سي. بعد كده اكس سكوير ماينوس 2x. اكس سكوير ماينوس 2x. ها س 2x انترسيت. هي هي نفس الحدوطة. نفس الفكرة بالظبط. جميل. ده سؤال محترم. بيقول لك وي اكول اكس سكوير ماينوس 2x. ادي وي اكول. اكس سكوير ماينوس 2x يا ولاد. بيقول لك ايه بقى? بيقول لي عايزك تجيب له domain and range. اولا دي كوادرتك. يبقى حضرتك على طول. الدومين بكم يا ULAD بقار او نيجاتف انفينيتي. استنى بقى. محتاج اشوف اللي قدامي دي اوبنز اوبورد ولا داون وورد. يا منستر دي اوبنز اوبورد. اش معنى? عشان الرقم اللي قدام يعني دي عاملة كده يا ولاد. حلو. يعني دي جميل. عايز اجيب بقى. لازم اجيب الفيرتكس. عشان اجيب الفيرتكس لازم اجيب بتاعت الفيرتكس. نيجاتف بي نيجاتف بي نيجاتف بي يبقى نيجاتف. والبي هنا بنيجاتف تو. اوبر تو اي. يعني تو في وان. طلع الاكس كووردينيت? تو. اوبر تو. طلع بوان. عايز اجيب الواي كووردينيت. ها? يبقى فانكشن اوف وان ياولاد. يعني تعوض في الفانكشن الاصلية بوان. يعني وان سكوير. مائنس تو في وان. ايكوال وان مائنس تو بنيجاتف وان. يعني الفيرتكس وان ونيجاتف دي يعني ليها مينمم المينمم كانت يعني ليها نقطة صغيرة يبقى الصغير هو الواي يعني المفروض هنا يبقى كام من جميل ودي الصغيرة وي هنا الصغيرة يبقى يبقى ايه اي وحلته لك طيب افندل يلا بينا سؤال سبعتاشر ياولاد ياولاد ياول فانكشن او اكس ايكوال نيجاتف وان اوبر اكس ياول فانكشن او اكس ايكوال نيجاتف وان اوبر اكس دي ريشنل كانت بتترسم ازاي كانت بتترسم كده دي اللي كانت موجودة في تو اند فور بس يلا بقى مينا نشوف هاز رينج اند دومين ار غلط الريشنل الرينج والدومين بتاعهم ار ماينس زيرو ها هاز تو اسيمتوت اكس اكس داش اند واي داش صح لندي لها الوحيدة اللي في الدنيا عندها اتنين اسيمتوت نمرة تلاتة لا ولا اربعة طبعا لا فاخترنا الاجابة بي جميل يا ولاد ها سري اكس ده لانا بكلمك عليه سري اكس يا ولاد ايه ده جابل كده في امتحان يا ولاد ميت ترم اداني دلوقتي ايه سري اكس ادي سري اكس مينس تو واي ايكوال اتناشر وعايز السلوب وعايز الواي انتر ست في طلبة معدي عليها اطرق انا كتبه وحله اطرق يا بقير هيقول لك السلوب سري الرقم اللي قدام لأ عشان تجيب سلوب وواي انتر ست لازم حضرتك تحط الفانكشن في الجنرال ايه فورم لازم حضرتك تحط الفانكشن في الجنرال فورم يعني يا مستر مش فاهمك يعني الواي لوحدها الواي لوحدها في الشمال يبقى نيجاتف تو واي ايه ايكوال وتودي كله في اليمين كان فيه اتناشر وفيه سري اكس هواديها هناك كانت هنا بوزيتف يبقى نيجاتف سري اكس بلاس اتناشر جميل احنا بنحاول نوصلها للجنرال فورم اللي هي واي لوحدها والبقى الناحية التانية طب هنا قدام الواي نيجاتف تو يبقى هتقسم كل الفانكشن على الرقم اللي قدام الواي هتقسم كل الفانكشن على الرقم اللي قدام الواي يبقى بقشارته نيجاتف تو يبقى هنا اوفر نيجاتف تو وهنا اوفر نيجاتف تو وهنا اوفر نيجاتف تو طلعت كام يا اولاد طلعت معايا ها هيبقى المنظر ايه دي روحوا معا دي يبقى y بس equal negative 3 over negative 2 يعني 3 over 2 او 1.5 x positive 12 over negative 2 اطلع minus fix بالمنظر ده تمام طلع ايه بقى طلع لسلوب 1.5 الى 3 over 2 والy intercept negative fix شكرا بص يا اولاد الجراف اللي قدامك ده الجراف اللي قدامك ده في سؤال واحد وتلاتين سؤال هنرجع تاني الصفحة اللي ورا بس ده جا في واحد وتلاتين ده كده ها اولا ده كده لان الخط نازل كده يبقى الاسلوب كان negative و الواي انترسيت بكام لما لمسنا الواي ولمسنا عندي الزيرو حلو يبقى دي دي كريزنج يعني الاسلوب negative يبقى المفروض وي ايقوى الحاجة negative مفيش ولا واحد فيهم وي ايقوى الحاجة negative غير دي الهيه negative x طبا مستر افرد كانت negative 2x اوكي negative 3x اوكي negative 100x الاسلوب ما بيحركش الخط تمام جميل انما هنا عدينا من الواي من الورجن يبقى هي كان الواي انترسيت 00 يبقى ما لقى ايه عدينا من الورجن السؤال ده الجراف قدامك ده ده بتاع الكيوبيك عشان كده اخترنا x3 وبعدين هنا الجراف ده الجراف ده ده ايه فاندم لو تفتكر بتاعت النيجاتف وان على اكس ها كلها ايوه رانج ان دومين ار مائناس زيرو ايوه هاس تو اسمتوت ايوه ال اكس والواي هنا ريبريزنس زا فونكشن واي ايكوال نيجاتف وان على اكس ايوه يبقى اولوف زا باف اولوف زا باف تعال نرجع الصفحة اللي وراها نحللنا سؤال ولا حاجة كده منه تمام ها بص ده كده سؤال تلاتين يا ولاد ها ده ده يا مان باشا الخط طالع يبقى يبقى لازم يبقى وقطع الواي عند يبقى حاجة بوزيتف في اكس بلاس فور اهي انه واحدة مفيش غير واحدة بس اللي هي تو اكس بلاس فور طب اش معنى تو يا عم هو مش لازم بوزيتف بوزيتف اكس بلاس تو صح بلاس فور صح طب اتنين اكس بلاس فور طب مية اكس بلاس فور ولا تفرق اكس السؤال ده مهم ها اكس كوردينت ريبريزنت ايه الدومين واي كوردينت ريبريزنت ايه الرينج شكرا تعالوا نشوف الاسئلة بتاعت الفونكشنز نحل شوية منهم كده موجودين بقى اه ها يلا بين نعم هنا في اخر الصفحة دي بعد السؤال رقم في خمسة وتلاتين في خمسة وتلاتين مرتين مش مشكلة عادي اهو الاسئلة دي تمام نشوف بس الاسئلة بتيجي ازاي في الحتة دي دي لينير والاسلوب بنيجاتيف يعني دي ونيجاتيف يبقى السؤال سؤال محلولة ما تبصش ورا ها السؤال بعد كده the function y equal x square minus 4 x plus 3 has two real roots حلو تعالوا نجيبه بيقولك x square minus 4 x minus 4 x plus 3 بيقولك طالما بيسأل عن يبقى تساوي بالزيرو تعملها بالكالكوليتور ماشي تعملها بالجنرال فور ما محدش يزعل منك تعمل لها فاكترينج بالمنظر ده يلا بينا x square x في x والتلاتة تلاتة في واحد ها دول تلاتة تلاتة اكس اهي تمام والبعاد دول اكس اهو انا عايزة خلي مجموعة دول نيجاتيف 4 x ايش معنى عشان اللي في النص نيجاتيف 4 x عشان اللي اتنين يبقوا نيجاتيف 4 x ده ياخد نيجاتيف وده ياخد نيجاتيف يبقى هنا في نيجاتيف وهنا في نيجاتيف يبقى حضرتك عندك x minus 3 equal 0 منها x equal 3 وعندك x minus 1 equal 0 منها x equal 1 شكرا تعالوا نشوف الايه اهو يبقى 0 3 1 يبقى الستيتمنت دي فولس لانه بقولك 0 3 خلاص يلا بينا السؤال بعد كده ادي 1 true زي ما قولنا 2 فولس لان x equal 1 و x equal 3 سؤال التالي the exponential function y equal function of x e power negative x الايه باور نيجاتيف x كانت بتترسم كده كده هل دي ليها هوريزونتا الاسمتوت صح ال x axis دي true هدي سيتمنت دي true السؤال الرابع the logarithmic function y equal log with base e لل x هزه هوريزونتا الاسمتوت غلط لان log with base e دي اللي هي اللين دي عاملة كده اللين بتترسم كده يا ولاد ليها vertical اسمتوت يبقى السؤال ده false وكاتبهولك false ومصححولك the graph of the hyperpola one over x one over x ده rational الوحيد اللي في الدنيا اللي ليه 2 اسمتوت vertical سواء one over x او negative one over x vertical اسمتوت ووريزونتا الاسمتوت has has one اسمتوت غلط has two اسمتوت السؤال ستة the coefficient of x square in a quadratic function is negative لما يكون coefficient of x square يعني negative تمام then we have a minimum غلط لما بيكون من الايه يا ولاد negative بتترسم كده بتبقى البرابولة down فليه maximum فديه غلط السؤال ستة غلط وكاتب لك maximum ستة سؤال سبعة the coefficient of x square تمام بيقول لي ايه the coefficient of x square in a quadratic function is negative شكرا تمام then we have a maximum ده صح لاني لو الايه negative يبقى احنا عندنا maximum y equal negative x square هذا minimum point غلط هذا maximum point لان احنا هنبقى فوق كده تمام جميل بعد كده horizontal asymptote horizontal asymptote ايوة true سؤال تسعة true بص انت على 10 11 و 12 وكل محلول وعمل لك ايه اللي هو التصحيح بتاع الكلام خلص يا ولاد شابتر 1 كده الحمد لله هنخش على شابتر 2 هنقوله ان شاء الله في نفس الفيديو بتاع طيب يلا يا ولاد كده نرجع على ونشوف الكلام ده كله يلا يا ولاد احنا خلصنا شابتر 1 خلاص وحلين عليه خلاص الحمد لله رب العالمين اللي انا حليته انت اتكمل كل التمارين كل التمارين جميل تعال بقى شابتر 2 اللي هو اسمه يا ولاد الديترمنانس الديترمنانس دي يا ولاد لازم تكون يعني ايه سكوير يا ولاد لازم يكون عدد الصفوف قد عدد الاعمدة بعرف الديترمنانس ازاي في الامتحان لازم يكون كده 2 vertical lines بالمنظر ده وجوه ال vertical lines دي لازم يكون فيه ارقام جميل الارقام دي محطوطة على شكل روز دارو 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 ودارو بالمنظر ده ده صف كده اللي بيبقى horizontal ده الصف وبيبقى محطوط على شكل اعمدة دي اعمدة دي columns جميل قوي تمام؟ حلو قوي يبقى لازم الديترمنانس يكون سكوير لازم الديترمنانس لازم الديترمنانس يكون الروز يا ولاد لازم بتساوي يعني يكون اتنين في اتنين يكون تلاتة في تلاتة يعني ايه اتنين في اتنين يعني صفين وعمودين يتقال عليه لان عدد دائم عدد صفوف وقد عدد اعمدته. يتقال عليه يكون ثلاث صفوف وثلاث اعمدة. يتقال عليه يكون اربع صفوف واربع اعمدة. يتقال عليه يبقى لازم يكون وبداية بتاع صف اخر ورقة في اخر الورقة الاولى من الورق الكبير اللي قلت لك هتاخده ان شاء الله وانت بتشتري جميل يا سير. عليا بقى ان انا اجيب اعمل افاليواشن ليه? يعني ايه? يعني صفين وعمدين. تمام? لو قلناها بالحروف مثلا ادي اي ودي بي ودي سي ودي دي. خلي بالك ده الصف الاول ده الصف التاني ده الفيرست رو ده الساكند رو ده العمود الاول الكولم الاولاني ده العمود التاني الكولم التاني اللي اللي بسم الله مرحيم. الدياجونال اللي جاي من الشمال اليمين كده اسمه المين جميل. والدياجونال اللي جاي من اليمين للشمال كده اسمه دياجونال اجمل. يبقى فيه مين دياجونال وفيه دياجونال. لما تجيب امت ده يبقى المين يا ولاد المين مينس السكندري. اصدق ايه يا سير? المين مينس السكندري. يعني ايه? يعني ايه مضروبة في دي مينس ايه البي مضروبة في السي. يعني مثلا لو جيت قلت لك كده مثلا. ادي اتنين تلاتة. ادي سالب واحد ادي اربعة. الديتورمن انت ده بيساوي كم? هتضرب دف ده. يعني اتنين فاربعة. يعني تمانية. جميل. ماينس من عندك. وتضرب دف ده. تلاتة في نيجاتيف وان. تلاتة في نيجاتيف وان يعني نيجاتيف سري. يعني تمانية. ماينس ماينس. يعني بلاس سري ايكوال ايليفن. جميل. ده. عليك انك تجيب امتو وهنحل عليه كمان شوية. هو سيرو موجود بالمنظر ده. خلاص شكرا. تعالا نشوف. تعالوا نشوف. يلا ياولاد نشوف جميل? فيه حاطط لك اجزامبل انا كده. تمام? اهو. عشان اشرح عليه. اهو. في الحتة دي كده. جميل? ماشي. الديتورمن انت ده ياولاد. ده يعني تلات صفوف وثلات اعمدة. اهو. كان كام? كان تو وان ثري. زيرو نيجاتيف تو. ادي تو وان وثري. ده الصف الاول. زيرو نيجاتيف تو وفايف. جميل. ده الصف التاني. ادي فور وزيرو وسبن. ده الصف التالت. تلات صفوف وثلات اعمدة. يعني في سري. هنعيد كتابة الصف العمود الاول. انا كتب الكلام ده في الورق. افهموا بقى ومنجد في البريف. هنعيد كتابة العمود الاول والعمود التاني. العمود الاول كان تو. دي زيرو ياولادة. دي زيرو. تو وزيرو وفور. يبقى تو وزيرو وفور. عدت كتابة العمود الاول على يمين والعمود التاني. ادي وان ونيجاتيف تو ودي زيرو. كتبت العمود التاني لما عملنا كده ألاقي ان انا حضرتك وصلت ان بقى عندي قد ايه بقى عندي تلاتة مين وتلاتة سكندري ادي الاولاني المين الاولاني ادي المين التاني يا ولاد ادي المين التالت يا ولاد سمناهم اي وبي و سي زي ما الدكتورة بتعمل وبعد كده السكندري الاولاني اهو ودي السكندري التاني اهو ودي السكندري التالت اهو سمناهم دي وإي وإف بالمنظر ده. تمام؟ عايزة اجيب بقى ايامهم. كل ضياجون من دول تجيب لي امتو. يعني ايه حضرتك؟ يعني الضياجون الايه ده؟ امتو بتساوي كم؟ امتو بتساوي؟ تاني 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 مش بلص. لما عملنا الحزبة دي طلعت معايا ده الضياجون الاول. الضياجون للتالت طلع معايا بازيرو. طلع معايا بازيرو. الضياجون للرابع اللي هو الاولاني في الساكندري. تلع معايا توقفي هتطلع معايا عايا الونيزيفور. الضياجون للخامس طلع معايا زيرو. الاخير تاني فتحظه. قيمة دي بتساوي ايه؟ بتجمع المين وتترح introduces والسكندري يعني اي بلاس بي بلاس سي التلاتة المين دول وتطرح منهم السكندري اللي هو دي بلاس اي بلاس اف بالمنظر ده جميل تمام يا سير تمام طيب يلا ايه وبي وسي حلو يعني دازق دازق ده يعني نيجاتف توني ايت بلاس توني بلاس زيرو شكرا اهي زيرو جميل تمام ماينس الدي والاي والاف نيجاتف توني فور وزيرو زيرو نيجاتف توني فور بلاس زيرو بلاس زيرو القيمة طلعت بكام القيمة طلعت يا ولاد طلعت معايا هنا طلعت نيجاتف ايت بلاس توني فور هتطلع معايا تقريبا تكستين دا قيمة بتاعي دا قيمة بتاعي شكرا دا قيمة تاني عدنا كتابة والكلام ده مكتوب في البريف عدنا كتابة العمود الاول والعمود التاني على ايمين. وبعد كده عملنا تلاتة مين دياجونال وتلاتة ساكندري دياجونال. وجبنا ايمة كل واحد من دياجونال زيه. وبعد كده قلنا جمعت المين ال اي وال بي وال سي. وطرحت منهم اللي هو ال اي وال اي وال اف. شكرا. في موضوع مهم اسمه. طبعا حل المعادلات باستخدام دي تورمينت. ده قايم على اللي احنا لسه قيلينه من شوية. اللي احنا نجيب ايمة تو باي تو سري باي سري. وهنحل عليهم كمان شوية. خلاص طيب بتاعة خلي بالك عشان في اسئلة على بتاعة بتاعة دي تورمينت دي. ايه يا سير ال او ال بروبيريتي. امتى يبقى امته زيرو من غير ما تحل. لو عندك في الامتحان اي كان كل الروز بتاعته وكل كان فيه كان فيه رو من الروز بتاعته فيها زيرو او اناسف رو من الروز بتاعته كل زيروز كل من الكولمز كلها زيروز. على طول امتى الدي تورمينت تبقى بزيرو. اهي. if elements of any row او كولمن are zeros. then الدي تورمينت ايقوى زيرو. يعني مثلا زيرو زيرو اتنين تلاتة. ده الرول اول زيرو. يبقى ده على طول بزيرو. لو عندك مثلا هنا ادي زيرو. زيرو زيرو. ادي وان تو سري. ادي فور. ادي فايف. ادي نيجتيف تو. دي بتساوي كام? دي على طول بتساوي زيرو. ايش معنى? عشان الكولم من الاولاني بزيرو. يبقى لو عندك صف او عمود كله زيروز يبقى على طول الدي تورمينت بزيرو. وبالمثل لو عندك دي تورمينت. كله صفار. كله صفوف وكل اعملته صفار. يبقى دي تورمينت بزيرو. ما تنساش الكلام ده. طيب يا سير. حاجة كمان. بتخلي قمة الدي تورمينت بزيرو. ايه هي يا فندم? ان انت لو عندك تو ايدنتيكال روز. او تو ايدنتيكال كولمز. يعني الكلام ده بالعربي. عندك صفين شبه بعض. او عمودين شبه بعض. يبقى امت تبزيرو على طول من غير ما تحل. يعني مثلا لو جالك المنظر ده. تو سري نيجتيف وان فور. ادي زيرو. وان تو سري. ادي وان تو سري فور. والرابع كان تو سري نيجتيف وان فور. ده فور باي فور يا سير. ما عليش ان انا جيب امتو. لأ. طالما حاجة اكبر من تو باي تو او سري باي سري. يبقى حضرتك ممكن تجيب امتو بالبروباريتز. لو بصيت وشغلت دماغك. الصف الاول. والصف الرابع. رو وان. ان رول فور. رو فور. رو فور. ار ايدنتيكال. الصف الاول. والصف الرابع ايدنتيكال. يبقى ده بدون ما تفك بزيرو. يبقى لو عندي زيرو رو او زيرو كولم. يبقى ديتورميننت كله بزيرو. وتطبيقا على الرول دي. لو عندك ديتورميننت كله صفار. يبقى ديتورميننت بزيرو. طيب يصير الباقى الابروباريتز التانية. لو عندي ديتورميننت. كان فيه تو ايدنتيكال روز. صفين شبه بعض. او تو ايدنتيكال كولمز. يبقى ديتورميننت بزيرو. وتطبيق على دي. لو عندك ديتورميننت. كل اللي فيه ايدنتيكال. زي ايه? مثلا لو عندك وان 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 وان. ده كل الروز كل الكلامس كل الكلامس ايدنتيكال من غير ما تحل ده بزيه. فهمت قصدي؟ شكرا يا سير. خدنا كده البروبيريتي وان والبروبيريتي تو. البروبيريتي سري. بيقول لك يا فندم ان انت لو عندك دياجونال ديتورمننت. امتو بتساوي حاصل ده دي جهتيه جت في الريبيجن بتاع الدكاترة. وجات في الكوزات. لو وعندك دياجونال ديتورمننت. يبقى قيمة الديتورمننت بتاعه على طول حاصل ضرب المين دياجونال. يعني ايه دياجونال ديتورمننت? يعني ديتورمننت فيه المين دياجونال ارقام والألمنس اللي هي اوف المين دياجونال. يعني بقى مش موجودة على المين دياجونال صفار. مسلا. ادي وان وطو ودي زيرو. ده دياجونال ديتورمننت. ايش معنى؟ المين دياجونال يا ولاد ارقام ده المين اوعى تنسى ده المين دياجونال ارقام. والoff main diagonal elements are zeros يعني اللي مش موجودة على المين متها بتساوي zero ده قيمته one في two يعني يسير two ولو واحد تاني اكبر مثلا ادي three zero zero ادي zero two zero ادي zero zero negative one ده قيمته بتساوي كام ما تعملش بقى عمود بقى هنا وعمود هنا اش معنى عشان ده diagonal determinant ده determinant المين بتاعه ارقام والoff main ده zeros ده بيساوي كام ثلاثة في اتنين في negative one يعني negative fix شكرا اهو ده مثلا اللي موجود في البريف ده diagonal ده diagonal determinant اهو ده كلهم صفار معدل مين diagonal يبقى one في two في three طب وده ضياجونال بس صغير كلهم صفار معدل مين اتنين في اربعة شكرا نخش بعد كده على خدنا كده تلاتة البروبيريتي رقم اربعة بيقول لك بيساوي شكرا يعني ايه الكلام ده يعني ايه اصلا يعني ايه حرف التين اللي موجود في الباور ده حرف التين اللي في الباور يعني حاجة اسمها ترانز بوز ترانز بوز يا ولاد يعني المبدل يعني ايه مبدل يا سيد يعني بتبدل الروز تبقى كولومز الاعمال ده تبقى صوف or او الكولومز تبقى روز لما تعمل كده امت ما تتغيرش تعالوا ناخد على واحد صغير ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي امت ده بيساوي كام تمام لو داد اي مسلا هيساوي كده امتو بكام يا ولاد الديترمننت ده امتو بكام اتنين في نيجاتف وان بنيجاتف تو مينوس تلاتة فاربعة تويلف هيطلع معايا نيجاتف فورتين ادي الديترمننت اهو تعال نجيب ال اي ترانز بوز اي ترانز بوز ونجيب الديترمننت بتاعها يعني يا مستر اي ترانز بوز يعني خلي الصف الاول بقت هنا 2 و 3 خلي الصف التاني هو العمود التاني فور ونيجاتف وان اهو بدلت الصفوف خليتها اعمدة او بدلت الاعمدة خليتها صفوف مش هتفرق خلاص يلا دي بتساوي كام توف نيجاتف وان بنيجاتف تو مينوس فور في ثري بتولف طلعت معايا نيجاتف فورتين يعني الديترمننت والترانز بوز بتاعه ايكوال فاريوز للديترمننت والترانز بوز ايكوال فاريوز جميل او اه خامس وحدة خامس وحدة هما ستة اولاد نمره خمسة بتقولك ايه لو بدلت هي بتقول ايه اولاد يعني الكلام ده يعني لو غيرت صفين مكان بعض او غيرت عمودين مكان بعض قيمة ما بتتغيرش اه يعني او تلاتة عتفضل تلاتة بس ايه اللي بيتغير لو بوزتف تبقى نيجاتيب ولو نيجاتيب تبقى بوزتف يبقى what changes in the sign اللي بيتغير هو العلامة الاشارة جميل تعالى ناخد مثال تمام تعالى نبدل نقول ايه يا هيك ايه ده مثلا بتساوي كم بتساوي مثلا يا اولاد اتنين اربع اتنين اربع واحد تلاتة قيمته كام ده اتنين في تلاتة بستة مينس اربعة يعني اتنين تعالى نبدل العمود الاول مكان العمود التاني او الصف الاول مكان الصف التاني العمود التاني كان فور وثري خليه العمود الاول والعمود الاول كان تو وان خليه العمود التاني جبلي امت الديتورمن اندي دي هتطلع من غير محسبها تو بس حطي نيجاتيب لا مستر مش مسدقك اربعة ناقص ستة نيجاتيب تو خلاص طب 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 تعالي 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 تبدلت عمدالية تعالي بدل صفوف الصف الاول كان خليه الصف التاني الصف التاني كان خليه الصف الاول تعالى نجيبه من غير ما تتعب قلبك يمقى لما بتغير صفين مكان بعض او بتغير عمودين مكان بعض الاشارة بس هي اللي بتتغير خلي بالك عشان الكلام ده بيجي في الاخيرة اللي هي number six دي تحفظها دي بتيجي في true false تحفظها ملكش بقى ما تقوليش طبق لي عملي عليها فكك العملي بتاعها أصلا ملغي من عليك بيقولك إيه if any row or column is multiplied by a constant and the result is added to another row or column خلي بالك مش شرط يجيب لك row وcolumn مع بعض ممكن row بس وممكن column بس يعني تحفظها بالrow مرة وبالcolumn مرة جميل يعني لو خدت صف أو خدت عمود ضربته في رقم ثابت وجمعته على صف تاني أو عمود تاني وجبت قيمة مفيش تغيير خليك الستة يتحفظه بس اللي دايما بتيجي في بتاعة الدياجونال خلاص واللي دايما بتيجي في البركتكال نمرة واحد واثنين والستة دايما بيجو في true false أنا خلصت زمتي من ربنا بقى رجع على الفيديو اسمع الحتة دي تاني خلصنا كده شرح يا ولاد شابتر 2 بتاعة الديترمنانس تعالوا نحل عليه تعالوا نحل عليه نجيب الفيديو ونحل عليه يلا يا ولاد تعالوا نشوف الاسئلة برضو عندي شوية اسئلة محترمين multiple choice وشوية اسئلة محترمين true false على الشابتر ده بيقول لك evaluate the following طبعا حاجات اللي تستهل تتحلها نحلها مع بعض يلا بينا اول سؤالة هو بيقول لك evaluate the following determinant two one zero negative one ها مين يبقى two في negative one negative two minus secondary one في zero بزيرو يبقى negative two minus zero negative two فاخترنا الاجابة بي طيب اللي بعده evaluate the following determinant يلا بينا نعمله مع بعض ده عشان برضو نبقى افتكرنا اتنين تلاتة واحد الصف التاني كان واحد واثنين وزيرو واحد واثنين وزيرو الصف التالت كان كام يا ولاد كان negative one و two one negative one و two one اهو ادي determinant ده of order three by three of order three هنعيد كتابة العمود الاول والعمود التاني to the right of the determinant ادي two و ادي one و ادي negative one ادي three و ادي two و ادي two يبقى هنا هتطلع لي ثلاثة مين دا يا جونال ادي الاول اهو ادي التاني اهو ادي التالت اهو جميل وثلاثة secondary دا يا جونال ادي الاول و ادي التاني و ادي التالت المين الاولاني ادي A ادي B ادي C ال secondary ادي D ادي E ادي F شكرا ال A two times two times one هتطلع معايا four ال B three times zero times هتطلع zero التالت one times one times two هيطلع معايا two ياولاد جميل الرابع يلا one times two times negative one هيطلع معايا negative two الخامس two times zero times two هيطلع معايا zero السادس والاخير three times one times one هيطلع معايا three يبقى انت عايز تجيب ايمة الدت هتاخد A plus B plus C يعني four plus zero plus two شكرا كل دا minus secondary secondary كام ياولاد negative two plus zero plus three negative two plus zero plus three يلا بينا نجيب الناتج ايه دا هيطلع معايا كام four plus two هيطلع six minus وافتح براكت negative negative one negative two plus three هتطلع one جميل يبقى six minus one هيطلع معايا five وهي دي كانت الاجابة رقم B شكرا ادي كده حلينا دا اهو طبعا دا مش محتاج يتحل ديني حل تقولك وصدعينك ناخد الناحية التانية question two دا فوتنا question two دا ياولاد ايه two by two ها جب لي امتو two times negative one negative two minus three يبقى negative five تعال السؤال رقم خمسة السؤال رقم اربعة تحلو بايدك السؤال رقم اربعة تحلو بايدك دا دا three by three determinant نفس الطريقة اللي عاملينها هناك تحلو بايدك بلس اشتسال لازم تجرب كل حاجة بايدك السؤال رقم خمسة دا four by four يبقى والله العظيم على البروبيريتز طالما جاب لك حاجة اعلى من سري باي سري تأكد ان هي على البروبيريتز يلا بينا ايه اللي انا ملاحظه ملاحظه يصير ان كله صفار معدر المين داياجونال المين داياجونال يبقى two times one by two times three يبقى six times negative one تبقى negative six يبقى الديترمين دا ب negative six اللي بعده تمام ايه اللي حصل اللي بعده سؤال ستة دا كده تمام سؤال ستة اهو دا يا بشا four by four طبعا هي ايه two four one four one two negative one two three five negative three five zero three two three دا اللي قدامي دا عايز اجيبه ميستر دا ميستر four by four افكه ازاي فكر في البروبراتيز فكر في البروبراتيز دا كله هيطلع دا مش داياجونال اه مش داياجونال جميل طيب دا هيطلع ب zero ليه ب zero بص بعنيه انا بصصلك اهو وبقولك بص بعنيك هتلاقي الصف التاني هو الصف الاخير four two five three four two five three يعني two identical rose وده اللي انا كاتب لك عليه تحت يبقى دا على طول ب zero الديتورمين انت اللي بعده اولاد اهو دا عايز اجيب امتو دا هيساوي zero على طول ليه ميستر ما فوقكه ما دا three by three فكر في البروبراتيز دا في العمود التاني zero واحنا قلنا في البروبراتيز ان لما يكون عندي zero row او zero column يبقى الديتورمين انت كله ب zero يبقى دا يصير ب zero اشكر حضرتك جميل تعال نشوف السؤال اللي بعده اهو دا انا عايز احل معاك الفكرة دي بقى تمام هنا لما يكون عندي x plus two y وبعد كده حضرتك x minus y ادي x minus y ودي كانت equal cam كانت equal four ودي كانت equal one عايزك تجيب له مش عايزك تجيب له عايز دلتة y والكلام ده بص يا بشا قبل ما تحلك افترض ان دا ما تعرفش حاجة لازم ترتب الـ equations لازم تركد ترتب الـ equations لازم الـ except تبقى تحت بعض الـ y تبقى تحت بعض والارقام تبقى بره تحت بعض ولو عندك زد في التمرين يعني عندك ثلاثة variables هنا اتنين بس كان x و y لو عندك ثلاثة لازم الـ except تبقى تحت بعض لازم الـ y تبقى تحت بعض لازم الزدات تبقى تحت بعض والارقام اللي الوحدة هتطلع بره ولو واحد منهم مختفي ما كانوا تحط zero سواء الـ x او الـ y او الزد هنا زير كان x و y بس يبقى except تحت بعض ويات تحت بعض عشان نجيب ايمتهم لازم نتعلم نجيب delta ونجيب delta x ونجيب delta y delta يعني determinant delta ده بتاع ايه؟ بتاع الـ variables يعني ايه؟ بص على الـ board كده هتعمل determinant 2 by 2 اهو كده عمود للـ x وعمود للـ y عمود للـ co-efficience اللي قدام الـ x وعمود للـ co-efficience اللي قدام الـ y قدام الـ x كان 1 و 1 يبقى العمود الأول 1 و 1 قدام الـ y كان 2 negative 1 يبقى العمود الثاني 2 negative 1 ويجيب ايمتهم ده ايمتهم هتساوي كام؟ negative 1 minus 2 يعني negative 3 شكراً عايز delta x بص للـ delta تمام؟ وشيل العمود بتاع x اسمها delta x او determinant of x شيل العمود بتاع x وحط بدله الأرقام شيل العمود بتاع x وحط بدله الأرقام عمود x كان 1 و 1 شيله حط الأرقام اللي برا add 4 و 1 وحط عمود y زي ما هو add 2 negative 1 جميل هتطلع امتو بكام الكلام ده؟ هيطلع negative 4 minus 2 يعني negative fix عايز اجيب delta y عايز اجيب delta y ارجع لـ delta تمام؟ delta x بترجع لـ delta وتغير فيها delta y ترجع لـ delta وتغير فيها delta y يبقى تشيل العمود بتاع y يبقى عمود x ينزل وبدل عمود y تحط الأرقام اللي برا add 4 و 1 هيطلع قيمته بكام؟ 1 minus 4 يعني negative 3 من هنا احنا خلصنا خلاص عايز اجيب الـ x يبقى delta x على delta عايز اجيب الـ y يبقى delta y على delta delta x على delta بتساوي كام؟ delta x negative 6 والـ delta negative 3 طلعت 2 delta y على delta بتساوي كام؟ delta y negative 3 على delta negative 3 طلعت معايا وانا انا شرحت الموضوع اجمالا عشان افكرك به او افهمه لك تعال بقى بصيلي على البورد هنا تعال بصيلي عايز اجيب delta y بس في نمرة 9 عايز اجيب delta y بس تمام؟ delta y بس احنا حلينا التمرين كله تمام؟ بس delta y كم ممكن اجيبها على طول؟ هي بنيتنا تفسريه الاجابة السية هي وممكن اجيبها على طول ازاي؟ delta y يعني العمود بتاع x موجود والعمود بتاع y مش موجود وحطينا بدله الارقام اللي برا تاني لو تفقلك عن delta y يبقى عمود x ينزل وعمود y يتلغى وتحط بدله الارقام اللي برا طب لو سألني عن delta x يبقى عمود y ينزل وعمود x تحط بدله الارقام اللي برا شكرا سؤال هنا بعد كده تمام؟ هنا ده كان سؤال اه اه ودي سؤال تمانية سؤال تمانية هي هي نفس الاكويشنز x plus 2 y equal 4 وx minus y equal 1 وعايز delta x delta x اه يعني عمود x يتشال ويتحط بدله الارقام اللي برا وعمود y ينزل اهي كانت قدام عينك طلعت بكام ب negative fix تعالوا احنا عملنا تمانية وتسعة تعالوا نشوف عشرة خلاص بقى جميل الكلام ده جميل الكلام ده تعالوا بص بقى الكلام ده تمام هنا بيقولك ايه بص المنظر ده برضو عايز امرانك عليه فيه equations هي نفس طريقة الحل بس احنا عايزين نشوف حاجة بس هنا تمام مش مديك ارقام مديك كده تمام بيقولك اتنين x plus y equal 0 ادي 2x plus y equal 0 والاقوشن التاني انا في سواء العشرة يا ولادي x minus y x minus y equal 3 تعالوا بقى نكيب delta و delta x و delta y delta اهي بكام عمود ال x 2 و 1 ادي 2 و 1 عمود لل y 1 و negative 1 شكرا ما تجيبليش امتو دلوقتي جيبلي delta x هتبقى بكام هشيل عمود ال x وحط بداله الارقام اللي هي 0 و 3 وحط عمود ال y ادي 1 و negative 1 عايز delta y delta y هنعمل ايه هرجع عمود ال x تاني ادي 2 و 1 وشيل عمود ال y اللي كان 1 و negative 1 وحط بداله الارقام اللي برا اهي وبعدين جايبلك عايزك تجيب له قيمة ال y عايز قيمة ال y بس حطت شكل غريب y بتساوي ايه وي هتساوي المفروض delta y على delta طب ايه المنظر اللي جايبه ده يا سير بص يا باشا المنظر اللي جايبه ده بيلعب بك الكورة delta y اصلا بكام 2 و 0 و 1 و 3 على delta ادي على delta كام delta 2 و 1 و 1 و negative 1 ادي 2 و 1 و 1 و negative 1 اهو يا باشا جايبلك المنظر ده حلو يعني انت الاجابة مين اللي صح هنا الاجابة اللي صح اهي 2 و 1 0 و negative 3 و 2 و 1 و 1 و negative 1 خلاص يبقى هي الاجابة ايه اللي صح ممكن الشكل ده وممكن في شكل تاني روح عاملك بص 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 over here اللي اعلى تمام ها فوقي حطي لك 2 و 0 و 1 و 3 وتحتي حطي لك كام 2 و 1 و 1 و negative 1 بس كده يبقى ممكن اتساقل بالشكل ده عشان يضمن انك ذكرت الكلام ده وممكن اتساقل اجابات تيجيه بالشكل ده خلاص ده كان سؤال 10 ياولاد تعالوا نشوف سؤال 11 سؤال 11 نشوف ياولاد مع بعض تعالوا نشوف سؤال 11 مع بعض ياولاد تمام ادي 11 اهيه ده كده اهو ادي 2 x plus y تمام equal 0 و x minus y equal 3 نفس الفكرة نفس السؤال اللي فات وطالب منك ال x هتجيب delta x ادي delta ودي delta x ودي delta x على delta هي وحطينهم كده يا اما يبقوا فوق بعض سؤال 12 ياولاد سؤال 12 مديك equations وبرده عايز ال y تمام مديك x plus 2 y equal 8 و2 x minus 1 minus y equal 1 ومديك a و b و c و d وعايز ال y يبقى انت وانت بتحلها هتجيب delta و delta y وتكتبهم وبينهم علامة العالة دي delta كانت كام delta ادي الاكويشنز اهيه تمام ادي الاكويشنز اهيه تمام يلا بينا نشوف delta كانت بكام كانت 1 و 2 ده العمود الاول العمود التالي 2 و negative 1 ادي العمود التالي delta y هتبقى بكام 1 و 2 بتوع الاكس زي ما هم طيب بتوع ال y هيتشالوا وتحطي مدالهم 8 و 1 الارقام اللي كانت برا وحطوهم over بعد خلاص الفكرة اتحرقت الحمد لله خلاص يلا بينا بعد كده يا ولاد تمام برضو سؤال 11 اهو سؤال 12 بقى مديك x plus y و x minus y عايز delta يبقى بكام اجيب delta لوحده كده اهو كام يا ولاد يلا بينا ها 2 و 1 1 و negative 1 ادي 2 و 1 و 1 و negative 1 شكرا يعني negative 2 minus 1 negative 3 اختار بقى انت negative 3 وحللها لك هيت سؤال 14 برضو مديك اتنين وعايز delta y ما فيهاش اي مشكلة كاتب لك delta y العمود بتاع الاكس هينزل 1 و 2 والعمود بتاع ال y كام دي كام دي اولاد لا 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 الله هي دي اولاد عدلوها خليها اربعة عشان عمود delta y 4 و 1 دول ايه 4 و 1 ده غلط ده هللقى تاني انت بقى دي غلطة دي هللقى تاني ليه لان المفروض ده هيبقى delta y يعني عمود اكس هينزل 1 و 2 وهيتحط بدال y 14 و 16 مش مشكلة بنزلها تعديد بس هي المفروض ان حضرت تبقى فهمت الفكرة تعالوا نشوف السؤال ده خلاص سؤال خمستاشر the value of the determinants equal zero if two rows are identical ولا حلو تخليه بزيرو وتخليه بزيرو و برضو تخليه بزيرو يبقى ده كده كل ده عملنا كام بقى تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها فيه طبعا اسئلة true falls بس قبل true falls فيه التلاتة في تلاتة تمام بص يا باشا المنظر ده في ال determinants دي كانت كام يا ولادي determinants دي بيقولك هنا ايه x minus z ادي x minus z equal one انت كتبتك كده ليه سايب مكان لل y و y plus z equal zero ادي y plus z equal يا ولاد zero والتالتة كانت two x minus y equal negative four ادي two x minus y equal negative four شوف انا كتبتهم ازاي كتبتهم مترتبين واللي مش موجود سايب له مكان عايز الدلتة هو عايز الدلتة اه عايز الدلتة الدلتة هتساوي يلا بينا ها one و zero و two ادي one و zero و ادي two العمود التاني zero one negative one ادي zero one و negative one العمود التالت كان الزدات negative one one zero ادي negative one one zero عايز ايمة دلتة ما تجيب ايمة دلتة ما انا علمتك تجيب ايمة ايمة الديتورمين three by three ازاي كتبنا العمود الاول والعمود التاني وخطط انت بقى وعملها بايدك نفس الاكواشنز عايز دلتة اكس جبنا دلتة اكس نفس الاكواشنز عايز دلتة زد شكرا جبنا دلتة زد نفس الاكواشنز عايز اكس بعد ما جبنا دلتة اكس وجبنا دلتة ادي دلتة ايه دلتة ايه ودي دلتة اكس ايه سم دلتة اكس على دلتة طلعت معايا بكام طلعت معايا ب negative one ما فيوش مشاكل برضو القصة بتاعة الإكوليبريام point. إيه المنظر اللي قدامي ده؟ كتب لي demand equation أو demand function و supply function. demand function و supply function. demand كانت P equal negative. 1 over كام يا أولاد دي؟ 1 over 2. 1 over 2 Q plus. بسم الله أحمر رحيم plus 9. شكرا. ويهي. supply كانت P equal 1 over 6. 1 over 6. Q بعد كده كام يا أولاد plus 1 بالمنصر ده. عايزك تجيب له قيمة equilibrium point. equilibrium point ده فوق ده demand والتاني ده supply. equilibrium point في economics يعني المنطقة النقطة اللي بيتساوى عندها demand مع supply. يعني قصده بالبلدي حللي الاتنين equation دول مع بعض. أحلهم مع بعض. وطبعا أنا ما خدتش لحد دلوقت الشابتر الجاي فيه طريقة تانية. ما خدتش غير طريقة determinants. طيب عشان حلهم using determinants يا أولاد. هعمل إيه؟ لازم أخليهم مع بعض والأرقام لوحدها. فأول منظر روحت أي البي plus one over two q equal mine. دخلت one over two q النحية التانية. وهنا يا أولاد قال لي بي minus one over six q equal one one six d. وديتها هناك بقت بالminus. الدكاترة من طبعهم إنه هم بيحبوا يخلاصوا من الفراكشن. طيب فيه one over two. وفيه fraction one over six. هنا عايز أخلص من one over two دي. أعمل إيه؟ شوف اللي مكتوب تحت كام. واضرب الإكوشن كلها في اللي مكتوب تحت. تاني. شوف اللي مكتوب تحت كام. واضرب الإكوشن كلها في اللي مكتوب تحت. يعني لو خدت الإكوشن دي هيبقى المنظر شكله إيه؟ اللي مكتوب تحت two. اضرب الإكوشن كلها في two. يعني تضرب البي في two. تبقى two b. وبعد كده الهوف في two يبقى plus q. وتضرب nine في two. تبقى 18. شكرا. خد الإكوشن التانية يا أولاد. هتبقى إيه؟ هتضرب الإكوشن التانية في كام. أولاً اللي مكتوب تحت في يبقى الإكوشن كلها تضرب شوف اللي مكتوب تحت كام واضرب فيه. تضرب في لو هتضرب تبقى minus q equal fix بالمنظر ده. كده أنت كتبتها في شكل ينفع نحله. عايزك تجيب لي delta وتجيب لي delta b وتجيب لي delta q معايا بقى يلا بينا. ها؟ delta هتبقى كام؟ عمود دل بي وعمود دل q two with six وone وnegative one وجيب إيمتها negative two minus six يبقى negative eight تمام؟ شكراً. أدي دلتا بnegative eight جيب delta b يعني تعمل ايه؟ برضو دي تورمين انتهو. شيل العمود بتاع بي وحط الأرقام اللي برا أدي 18 وثيكس ورجع العمود بتاع الكيو أدي one وnegative one هتبقى كام؟ negative 18 minus six negative 24 شكراً. جيب لي دلتا بتاعة الكيو أبص على دلتا أرجع العمود بتاع البي هادي two يا ولاد وثيكس وحط بدل العمود بتاع الكيو أحط بدل الأرقام اللي برا 18 وثيكس جميل. الموضوع هيبقى كام؟ two times six minus 18 times six هتطلع negative كام؟ طلعت معايا negative هنا 90 90 كام يا ولاد؟ 96 عايز بقى البي هتساوي دلتا بي على دلتا وعايز الكيو هتساوي دلتا كيو على دلتا دلتا بي على دلتا يعني كام؟ دلتا بي 24 over negative eight طلعت three ودلتا كيو هتطلع كام؟ negative 96 over negative eight هتطلع معايا 12 وتشاهد واشكر ربنا انك حلل صح؟ ايش معنى؟ لان ماينفعش البي اللي هو البرايس او الكيو اللي هي الكوانتتي تطلع negative جميل النقطة بقى الاكوليبريم شكلها ايه؟ نقطة الاكوليبريم يا ولاد بتبقى عبارة عن ايه؟ عن كيو وبي يعني ايه؟ امتى الكيو كام؟ امتى الكيو 12 وامتى البرايس كام؟ امتى البرايس 3 لان الكيو هي الاكس في الماث والبي هو البرايس يعني هو الواي في الماث يبقى ما كان الاكس اي نقطة في الماث كانت اكس وواي طيب الاكس هي الكيو يبقى كيو والواي هي البي يبقى اكس وكيو بي بدل الكيو 12 وبدل البي ايه؟ 3 بالمنظر ده شكرا تعال باشا بقى ايه نشوف الاسئلة الترو فولز بتاعت الديترمنت اول سؤال بيقولك ايه طبعا محلول وراء محدش يحل محلول وراء ها اديترمنت از اسكوير اري اوف المنت صح سكوير يعني مربع لان النمبر اوف روز هو النمبر اوف كولومز نمرة اتنين اديترمنت از اريكتانجلر اري اوف المنت غلط هما لالجملة دي تتقلع على مين تتقلع على المترسيز اللي هنقولها كبان خمس دقايق يبقى الديترمنت سكوير واول مشارichte قلتلك واكتلك لاني شايف الاسئلة قبلك نمرة سري ايفا ديترمنت ايه هزا زيرو رو ذن اديترمنت ايه ايكول زيرو صح لو فيه زيرو رو او زيرو كولومز او الل اول المنتز ار زيرو كل دا يدي ديترمنت بزيرو ايفا ديترمنت ايه هزا زيرو كولومز زيرو كولومز is determinant by negative one false طبعا determinant by zero لان احنا قلنا zero row zero columns يبقى determinant by zero جميل نمرة خمسة بيقول لي if a determinant a has a zero row then determinant by one غلط طبعا zero row يبقى determinant by zero جميل نمرة ستة in any determinant if two columns are identical then the determinants are zero طبعا صح ولو قال لك statement دي تاني تمام وان هم بدل two columns يبقى two rows يبقى برضو صح statement 7 in any determinant if two rows are identical then determinant of a the product of the main diagonal elements غلط طبعا لان دي بيقول لك two rows are identical يعني صفين شبه بعض يبقى امت determinants بزير نمرة تمانية in any determinant if two rows are identical then the determinant equal one غلط الديترمنانت بيبقى بزيره لو التو rows are identical تسعة in any determinant if two rows are identical then the determinants equal negative one برضو غلط طيب نمرة عشرة if a is a diagonal determinant diagonal اللي كان المين دياجونال ارقام وفوق المين وتحت المين صفار then a is the product of the main diagonal elements طبعا بضرب حصل ضرب المين دياجونال شكرا تعالا نشوف الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها فيها سؤال 11 if a is a diagonal matrix تمام دياجونال ديترمنانت then a the product of the secondary diagonal elements يا لا لا غلط طبعا دياجونال يبقى المين دياجونال نمرة 12 if a is a diagonal determinant then the determinant equal zero غلط لما يكون ده طال دياجونال يبقى امت الديترمنت البرودوكت بتاع الالمين اللي علمين دياجونال تمام هنا نمرة نمرة 13 the interchange of any two rows of a determinant changes its sign اغط لما نغير two rows ما كان بعض او نغير two columns ما كان بعض دي كانت من ال properties قلو لتلك احفاظ ها هتتسأل فيها true folds خلاص اه يبقى بتاع 13 changes its sign دي true اهي 13 true 14 the interchange of any two columns of the determinant changes its value غلط لو امتوا تلاتة تفضل تلاتة انما الاشارة تتغير بدل positive negative او negative حلينا حد سؤال 14 كمل انت الباقي وتعالوا نشرح يا اولاد مع بعض الشابتر التالت اللي هو الشابتر بتاع الماتريسيز ونحل عليه ان شاء الله يلا يا اولاد رجعنا لورق البريف تاني دي الورقة التانية من ورق البريف الكبير تمام شابتر سري اهو بداية الشرح بتاعته بيقولك ايه خلي بالك الفرق بين الماتريكس والديتورمنت الديتورمنت كانتو كده الماتريكس علامتها عاملة كده جميل ماشي الديتورمنت كان يا اولاد سكوير يعني ايه سكوير الديتورمنت الشابتر اللي احنا لسه مخلصينه كان حضرتك الروز ممكن لازم يكون بيساوي لازم 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 في الماتريكس لا الماتريكس يقولك ريك تان جيولار ريك تان جيولار خلاص يعني ايه ريكتانجلار يسير يعني ممكن الروز يبقى اد الكولمز وممكن الروز يا اولاد يبقى لانت ايكوال الكولمز يبقى ماتريكس عشان true false جميل لو عندك ماتريكس مثلا منظرها كده تمام وان وتو وسري وفور دي كام كام دي يا فندم واحد صف كده الصف التاني العمود الاول العمود التاني يعني دي روز وتو كولمز يبقى دي تو باي تو يا اولاد بنبدأ بعدد الروز الاول لازم وطايمز عدد الكولمز الاول وتتنطق تو باي تو طب دي يصير وان تو سري فور فاير فيكس بالمنظر ده دي كام صف صفين وكام عمود تلتة اعمدة يبقى حضرتك دي الوردر بتاحها تو باي سري صفين في تلتة اعمدة طب حضرتك ادي وان وطو ادي سري وفور ادي فايف وادي ثيكس دي كام صف يا ولاد واحد اتنين تلاتة وكام عمود واحد اتنين يبقى دي سري باي تو جميل طب يا ولاد دي المنظر ده كده ادي وان ادي تو ادي سري دي كام صف واحد اتنين تلاتة وكام عمود واحد يبقى تلاتة في واحد بالمنظر ده خلاص عدد الصفوف عدد الاعمدة ده بتاع عدد الصفوف عدد الاعمدة وما تنساش الديتورمن انت كان سكوير الماتريكس ريكتانجلر هناخد شوية انواع بقى من الماتريكس حفظ حفظ انا فاهم انا بتكلم في ايه حفظ اول نوع من انواع الماتريكس الحفظ حاجة اسمها السكوير ماتريكس السكوير ماتريكس دي لازم يبقى الروز فيها ايكوال الكولومز في اكزامبل اهو في البريف ها ادي اتنين سكوير ها دي الاولانية اتنين خمسة زير و واحد فيها اتنين رو واثنين كولومز يبقى دي سكوير الوردر بتاعها طيب دي يا فاندم وان لاين سري سيفن ايت تو فور فيكس فايف دي تلات صفوف وتلات اعمدة يبقى دي الوردر بتاعها سري باي سري خلاص يبقى دي سكوير نمرة اتنين الزيرو ماتريكس ال او او كابيتال كده الزيرو ماتريكس مش مهم شكلها يكون صفوفها قد اعمدتها او اعمدتها قد صفوفها مش هتفرق معايا المهم يكون ايه كل اللي جواها زيروز زيرو ماتريكس كل اللي جواها زيروز شكرا دي كده يا اولاد زيرو ماتريكس تمام ليه كلها زيروز كانت سكوير مش فرقة تبقى سكوير او ما تكونش طب ما دي مش سكوير اما دي اللي انا بشاور عليها دي اولاد دي اه دي تلت صفوف وعمدين يبقى سري بايتو بعد كده الدياجونال ماتريكس الدياجونال لازم تكون سكوير ايه وعا تنسى الدياجونال لازم تكون سكوير ويكون كلها صفار معادة المين دياجونال اه is square matrix all elements other than المين دياجونال or zero يعني كل العناصر معادة المين دياجونال بتساوي zero الاولانية ايه ادي المين دياجونال اربعة وستة والبقى سفار جميل والماتريكس التانية يبقى دياجونال ماتريكس كلها سفار معادة المين دياجونال جميل the scholar matrix بص قولنا وقلنا الدياجونال سيباكم الزيرو الوقت قلنا the scholar the scholar لازم تبقى square ولازم تبقى دياجونال لازم تبقى ولازم تبقى دياجونال والحاجة الزيادة ان المين دياجونال يبقى ايها يعني العناصر اللي موجودة عالمين دياجونال ممكن تبقى مثلا اربعة 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 اربعة. تلاتة تلاتة تلاتة. نيجاتف سري نيجاتف سري نيجاتف سري. اه ايه. دي سكالر اهي. ادي دي. المنظر اللي قدامك ده سكوير. تمام? صفوفها قد اعمدتها. والمين دياجونال ارقام. والبائز فار يا ولاد. شكرا. بعد كده الايدنتيتي. الايدنتيتي لازم تبقى سكوير. ولازم دياجونال. ولازم سكالر. ولازم ايكوال يعني ايه. وبيرمزولها للرمز ايه. اي كابيتل كده. لازم ايكوال يعني يكون. روز اد الكولومز. ما هي سكوير. ويكون كلها سفار معادل مين دياجونال. ما هي دياجونال. ويكون المين دياجونال ايكوال. ما هي سكالر. ويكون ايكوال وان. ما هي ايدنتيتي. يبقى الايدنتيتي. المين دياجونال فيها? بوان. شكرا. زي وان زيرو زيرو وان. وزي وان زيرو زيرو شكرا. بعد كده حاجة اسمها يعني يعني شكرا. بعد كده يقول لك لو عندك بتساوي كامل ايه? كمان? مثلا ايه دي كانت كام في كام? المنظر اللي قدامي ده يا سير يعني ثلاث صفوف وعمودين. عايز اجيب ايه ترانسبوز. لسه اشريح لك يعني ايه ترانسبوز من شوية. ترانسبوز يعني تبدل الاعمدة تخليها صفوف او تبدل الصفوف تخليها عامدة. يلا بينا ها صف الاول يبقى العمود الاول صف التاني يبقى العمود التاني صف التالت يبقى العمود التالت دي كان في كام يا اولاد دي صفين وثلاث اعمدة يبقى ايه رأيك? عشان فيه سؤال في النظري على كده لما بتبدل اعمدة الاولى صفوف الاولى بتبقى عدد اعمدة التانية وعمدة الاولى بتبقى عدد صفوف التانية شايفهو المنظر? ترانسبوز يعني تبدل ايه اعمدة مكان صفوف خلي بالك تمام بعد كده يعني ايه سيمتريك ماتريكس سيمتريك ماتريكس لازم يتوفر فيه شرطين سيمتريك ماتريكس لازم تكون سكوير اه ماشا ولازم تكون بتاعها يا اولاد لازم تكون تمام سكوير يعني ايه يعني الماتريكس عدد صفوفها عدد عدد اعمدتها. تمام يا ولاد? تعالوا بس بعد اذنكم كده السيمتريك. السيمتريك مهمة جدا جدا جدا. السيمتريك يا ولاد لازم تكون سكوير. لازم تكون سكوير. ولازم الماتريكس بتساوي بتاعها. شرطين في السيمتريك. مسلا. مسلا. ادي اسمها ايه? كانت كام يا ولاد? اتنين تلاتة اعكسهم بقى. تلاتة اتنين. دي سيمتريك. ليه? دي سكوير. بتاعها اهو. هيساوي ايه بتاعها? يلا بينا. اتنين تلاتة دي هتبقى اتنين تلاتة كده. تلاتة اتنين دي هتبقى تلاتة اتنين كده. الله. ده الماتريكس هي هي ترانسبوز. وكانوا سكوير يبقى دي سيمتريك ماتريكس. خلاص حاجة كمان. مسلا. بصة احفظ. احفظ عشان احفظ. الزيرو ماتريكس مش سيمتريك. لو قال لي في الامتحان زيرو ماتريكس ازا سيمتريك ماتريكس فولس. مال ايه? لسكوير دي زيرو ماتريكس هي السيمتريك ماتريكس. يبقى لسكوير دي زيرو اسيمتريك. الخل الدياجونال كل اي دينتي سيماتريك ثاني. كل الدياجونال كل اي دينتي سيماتريك. كل الكلام ده نكاتبه لك. اخر نوع من انواع اللي بنتكلم فيها اولاد حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها ماشي. يلا بينا. ها ما اعمل ايه فيها دي? اولا لازم تكون سكوير. لازم تكون سكوير. تاني. لازم تكون سكوير. والنون سكوير لازم بتاعها مش فهمك. يعني تاخد العناصر بتاعتها تحطها في وتشوف امتو. لو امتو طلعت نوت ايكوال الزيرو. وهي سكوير يبقى هي نون سينجلر. طب لو امتو طلعت ايكوال زيرو يبقى هي سينجلر. يبقى فيه نون سينجلر وسينجلر. نونسينجلر سكوير ونوت ايكوال ايه مثلا? اهيه. مثلا كانت اتنين تلاتة. اتنين تلاتة. تعال اقول اولا دي سكوير. جيب بتاحها. جيب يا ولاد بتاحها. هيساوي ايه? اتنين في ثلاثة مينس ثلاثة في اتنين يعني زيرو. يبقى كده يا سير كانت سكوير. بس الديترمننت ايكوال زيرو. يبقى هي مش نون سينجلر. يتقال عليها سينجلر ماتريكس. طب يا سير خلي دي اربعة. هكذا. يبقى يمت الديترمننت اتنين في ثلاثة بستة. مينس اتناشر. يعني نيجيتف سيكس. يعني هي سكوير. والديترمننت ليه قيمة نطق ايكوال زيرو. يبقى هي حضرتك نون سينجلر. ماتريكس. شكرا يا ولاد. نخش على حدوتة تانية اسمها ايه يا فندم؟ حدوتة تانية اسمها ال اوبريشنز. او الماتريكس اوبريشن. هنتكلم على كذا اوبريشن. على حاجة اسمها الايكواليتي. على حاجة اسمها ال اديشن والسبتراكشن. على حاجة اسمها الاسكولر ملتبليكيشن. وعلى حاجة اسمها يا ولاد ايه؟ على حاجة اسمها ايه؟ 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 هادي السيمتريك تمام جميل تعالوا بقى في الناحية دي كده نشوف الموضوع ماشي ازاي خلاص عشان تقول ان الماتريكس ايه دي الماتريكس بي دي لازم يكونوا لاتنين يعني يا ولاد يعني لازم يكون لهم نفس عدد الصفوف ونفس عدد الاعمدة في الاكواليتي فيه انه هما يكونوا يعني مثلا يا سير لو دي سري باي تو يبقى لازم دي تبقى سري باي تو عدد الصفوف هنا هو عدد الصفوف هنا عدد الاعمدة هنا هو عدد الاعمدة هنا اشكرك شكرا لحضرتك يبقى لازم يكونوا مثلا لو جيت قلتلك تمام جميل وهنا مثلا ودي مثلا اكس ما كان مثلا تمانية اتنين اربعة خمسة وهم ايكوال طبعا دول ايكوال ممكن يتقال لانه هما دي الوردر بتاعها كان تو باي تو ودي الوردر بتاعها كان ايه يا فندم تو باي تو ممكن اجيب الاكس والواي ازاي بقى انا عندي تعلمة هما ايكوال يبقى بساوي الكوريسبوندينج انترز كوريسبوندينج انترز يعني بعمل ايه يعني العناصر اللي موجودة في نفس الاماكن تو تساوى يبقى الكوريسبوندينج انترز تتساوى يعني ايه يعني حضرتك الاكس دي والفايف ده في نفس الاماكن يبقى ايكس ايكوال فايف تمام بس ايكوال ايت ماينوس او ادي الفايف هناك شكرا لحضرتك ادي الاكواليتي تمام اللي بعد كده حاجة اسمها ايه يا ولاد حاجة اسمها وحاجة اسمها يعني الجمع والطرح لما تجمع الاتنين اي بلس او ماينوس بي تجمع اتنين او تطرح اتنين في شرط لازم يكونوا يعني ايه يعني يكونوا نفس عدد الصفوف ونفس عدد الاعمدة يعني ايه سير الكلام ده يعني يكونوا جميل وساعتها بتجمع او بتطرح مش فاهمك يعني مثلا ادي وان ادي تو ادي سري ادي فور ادي زيرو ادي نيجاتيف وان دي كانت كام تلات صفوف وعمودين يبقى سري باي تو شكرا وهنا كان ادي وان زيرو نيجاتيف وان نيجاتيف وان تو دي كانت كام في كام دي كانت سري برضو باي تو ده الصايز ده الوردر ده ادي الصايز ده الوردر ده مش اده يعني دي بستة ودي بستة لا اده يعني التلاتة دي عدد الصفوف هي تلاتة هنا عدد صفوف اتنين هنا عدد اعمدة هي اتنين هنا عدد اعمدة ده كده يبقى ساعتها ينفع نجمع او نطرح طب لو جمعنا يبقى one plus one two plus zero three plus negative one four كذا يعني الناتج هنا يطلع كام يا ولاد يلا بينا one plus one يبقى two بتاخد ال corresponding interest اللي في نفس الاماكن two plus zero two تمام بتاخد three plus negative one two four plus negative one three zero plus two two negative one plus two تدي one طلعت برضو three by two ولو هتطرح نفس الحدوتة بس طرح بقى بالاملتك يعني ايه يعني هنا كده مسح دول وعمل بقى subtraction طرح يعني ايه يعني one minus one zero يعني two minus zero two يعني three minus negative one يعني plus one يعني four يعني four minus minus one يعني plus one يعني plus one يعني five يعني zero minus two يعني negative two يعني negative one يعني negative one minus two negative three ادي الجمع والطرح بعد كده في حاجة اسمها scolar multiplication scolar multiplication يعني تضرب matrix في رقم بمعنى ايه يا سير يعني حضرتك دلوقتي لو عندك matrix معينة مثلا مثلا ايه بتساوي اتنين تلاتة واحد اربعة شكرا عايز اجيب تلاتة ايه تلاتة ايه يعني هضرب التلاتة في كل رقم جوة determinants هضرب التلاتة في كل رقم جوة determinants يعني يا فندم يعني تلاتة في اتنين ستة تلاتة في تلاتة تسعة تلاتة في واحد بتلاتة تلاتة في اربعة باثناشر شكرا لحضرتك ادي اسكالر multiplication كل ده لعب عيال كل اللي انا قلته لحد دلوقتي لعب عيال كلام الجد وكلام الكبار المالتي بليكيشن كلام الجد وكلام الكبار المالتي بليكيشن يا معلم الكل طب اعمل ايه يعني يا سير بصي لي بقى لو عايز اضرب اتنين ما ترسيز في بعض ادي ايه في بي في شرط لازم يحصل في شرط لازم يحصل وتبقى مفتح ودانك واعنيك في الامتحان الشرط ايه يا فندم عدد بالعربة ايه اعمدة الاولى لازم يكون بيساوي عدد صفوف التانية عدد اعمدة الاولى يكون عدد صفوف التانية مين الاولى بالترتيب اللي مدهولك في الامتحان تمام الاولى ايه والتانية بيه يبقى عدد اعمدة ايه يكون عدد قد صفوف بيه جميل قوي او بيتقلق ان انجليش انا كاتبها لك بالانجليش انا هو وبالاصفر ايه في البريف بقولك بيساوي النمبر اوف روز ان الساكند ماتريكس اعمدت الاولى هي صفوف التانية جميل ده الشرط يعني مثلا مثلا لو دي سير اتنين في تلاتة دي صفين في تلاتة عمدة يبقى التانية لازم تكون تلاتة بقى في اي حاجة ان شاء الله تلاتة في واحد عدد اعمدة الاولى تلاتة عدد صفوف التانية تلاتة يبقى ده valid multiplication يبقى هنا هيصلح الضرب ينفع تضرب طالما الشرط تتحقق طب الناتج الناتج يعني البرودكت البرودكت هيساوي ايه الناتج بتاع الضربة هيساوي ايه هيدي ماتريكس فيها ايه فيها النمبر اوف روز بتاعة الفيرست اوف الفيرست ماتريكس اند ايه اند النمبر اوف كولومز بتاعة اوف الساكند ماتريكس ايه داي 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 مش فاهمك يعني ناتج الضربة هيطلع بايه عدد صفوف الاولى وعدد اعمدة التانية اديني على نفس الاجزامبل الشرط تتحقق ان اعمدة الاولى هي صفوف التانية فبالناتج يبقى ايه الناتج عدد صفوف الاولى اتنين عدد اعمدة التانية واحد يبقى ماتريكس عبارة عن صفين وعمود واحد ماتريكس عبارة عن صفين وعمود واحد الكلام ده حفظة عشان النظري طب تعال اوريني بتضرب ازاي اقصى درجات تركيزك ادي وان ودي تو ادي سري ودي فور جميل هضرب في كام يا ريس هضرب في تو ونيجاتيف وان زيرو وان مسلا ينفع ولا ما ينفعش تعال نشوف الاول ينفع ولا ما ينفعش الماتريكس الاولى كانت تو باي تو عدد اعمدتها تو الماتريكس التانية كانت تو باي تو عدد صفوفها تو اللي اتنين دول هما الكونديشن اللي هو تحقق الاتنين كانوا ايكوال يبقى الشرط تحقق يبقى الناتج هيبقى الاتنين البعاد عن بعض دول هيبقى ماتريكس كبيرة كده فيها ايه فيها اتنين في اتنين يعني ايه اتنين في اتنين يعني صفين وعمودين تمام شكرا بضرب ازاي حضرتك بتاخد الصف الاول من الماتريكس الاولى تسمع الكلام ده وتركز عشان ما فيش وقت الصف الاول من الماتريكس الاولى كان كان وان و تو وقافوا على حيله اضربه في عمود عمود يعني ايه خط وان و تو اقفتها وان و تو اهيه اضربها في العمود الاول تمام يعني 1 في 2 plus 2 في زيرو ادي 1 في 2 plus 2 في زيرو خد بالك 1 و تو ده اهو 2 زيرو دول اهو العمود الاول خلص العمود الاول اضرب في العمود التاني يبقى 1 في negative 1 plus 2 في 1 1 في negative 1 plus 2 times 1 خدت العمود الاول اللي انا وقفته على حيله ده اللي كان الصف الاول خدت الصف الاول خليته عمود وضربته في العمود الاول خلاص خدته ضربته في العمود التاني 1 times negative 1 plus 2 times 1 شكر خلاص كده مفيش عمدة تاني تمسحه تاخد بقى الصف التاني اللي كان 3 و4 وقفه على حيله ادي 3 ودي 4 خدنا الصف الاول خد بقى الصف التاني قرر لتعمل يضرب في عمود عمود 3 times 2 plus 4 times 0 ادي 3 times 2 plus 4 times 0 ضربته في العمود ده اضربه في العمود التاني 3 times negative 1 plus 4 times 1 3 times negative 1 plus 4 times 1 جميل طلع لي ناتج الضرب ده هيساوي ايه؟ ناتج الضرب ده هيساوي اهو يلا بينا ها 2 و 0 ليه ما كملناش مفيش صفوف تاني والاعمدة خلصت خلاص 2 و 0 ادي 2 negative 1 و 2 ادي 1 6 و 0 ادي 6 negative 3 و 4 ادي 1 بس خلاص ناخد واحدة تانية يلا معايا الله يستورك ناخد واحدة تانية ده المنظر ده كده ادي 2 و ادي 1 ادي 3 و ادي 4 ادي 1 و ادي 0 دي ماتريكس كام في كام يا معلم الماتريكس دي كانت كام في كام 3 صفوف و عمودين يعني 3 by 2 شكرا هاضرب في ماتريكس تانية تمام كام ادي 2 و 1 ادي 3 و 4 دي كام في كام ادي 2 في 2 صفين و عمودين عدد اعمدت الاولى 2 عدد صفوف التانية 2 يبقى ده هينفع يتضرب الكونديشن ساتسفايد يا ولانت الناتج هايطلع كام صفوف الاولى و اعمدت التانية يعني هتطلع ماتريكس عبارة عن 3 صفوف و عمودين 3 هو صفوف الاولى ال 2 هو اعمدت التانية يلا بينا ادي الماتريكس اه كده 3 صفوف ادي الصف الاول الاجي التاني و عمودين اهو بعبليه عشان اضربه باخد الصف الاول 2 و 1 اوقفه على حيله اهو 2 و 1 وقفتها 2 و 1 اضربه في العمود الاول 2 times 2 plus 1 times 3 يبقى 2 times 2 plus 1 times 3 ها في اللي بعده 2 times 1 plus 1 times 4 اخد ده برضو اضربه في العمود التاني اتنين في واحد زائد واحد فاربعة ادي اتنين في واحد زائد واحد فاربعة شكر ما فيش عمودة تانية يبقى ده مات خلاص خد الصف التاني 3 and 4 وقفه على حيله ادي 3 and 4 اضربه في عمود عمود ها يتضرب في العمود الاول ويتضرب في العمود التاني يبقى 3 times 2 plus 4 times 3 ادي 3 times 2 plus 4 times 3 في العمود التاني 3 times 1 plus 4 times 4 ادي 3 times 1 plus 4 times 4 بس خلصنا خد الصف التالت 1 and 0 اضربه في عمود عمود 1 times 2 plus 0 times 3 1 times 2 plus 0 times 3 في العمود التاني 1 times 1 plus 0 times 4 1 times 1 plus 0 times 4 ما فيش عمدة تانية خد الصف اللي بعده ما فيش يبقى الدرب خلص طلع الناتج يا ولاد يطلع بكام الناتج هيطلع اهو تمام ها 4 و3 7 2 و4 6 6 و12 18 3 و16 19 2 و0 2 1 و0 1 شكرا ناخد ضربية تانية برضو مهمة تمام ده كده ادي 2 و1 ادي 3 و4 ها مضروبة فيه 1 و2 الاولان كام في كام 2 by 2 التاني كام في كام صفين وعمود واحد 2 by 1 شكرا عدد لكى عدد عمد Whoa 2 سفاتة ومضروبة فيه 2 يبقى satisfied الضرب ينفع والناتج هيطلع matrix كام في كام صفوف الاولى وعمد تانية 2 pada 2 يعني صفين وعمود واحد باخد الصف الاول من الماتريكس الاولى 2 و1 بوقفوا على حيله بضربه في عمود عمود مفيش غير عمود واحد خلاص مش مشكلة يبقى 2F1 plus 1 2F1 plus 1 2F1 دي وقفتها على حيلها هي 2F1 plus 1 2F1 plus 1 2F1 plus 1 2F1 plus 1 2F2 شكر العمود التاني مفيش يبقى الصف ده مات خلاص خد الصف اللي بعده كان كام 3F4 ادي 3 و ادي 4 3F4 وقفته اضربه في اللي قدامه 3F1 plus 4 في 2 ادي 3F1 plus 4 في 2 خلصت خلصت مفيش عمودة تاني ومفيش صفوف تاني يبقى الضرب خلص ناتج الضرب ده كام 2 و 2 4 3 و 8 11 ماتريكس اتنين في واحد خلص الكلام الضرب اهو وبعد كده لما نحل هوريك كام تربية كمان بس ارجع بالفيديو تمام وراجع تاني الكلام ده في موضوع مهم بقى غير الضرب برضو حاجة اسمها الانفيرس ايه الانفيرس ده حاجة اسمها يا ولاد الانفيرس او معكوس المصفوفة انفيرس ده انه يديك ماتريكس وحضرتك تجيب الانفيرس بتاعها ايه نيجاتيب وون بس فيه شرط في الماتريكس دي عشان نوصل للانفيرس تمام ايه الشرط لازم حضرتك الماتريكس تكون سكوير جميل ولازم الماتريكس يكون قيمة الديتورميننت بتاعها ناط ايكوال الزيرو لازم تكون سكوير وقيمة الديتورميننت ناط ايكوال الزيرو هما الاتنين دول قلناهم من شوية في ماتريكس كان اسمها ايه كان ما تسمها نانسينجلر سكوير والديتورميننت ناط ايكوال الزيرو كأني بقولك ان الماتريكس اللي ينفع تجيب لها انفيرس لازم تكون نون سينجلر يعني سكوير والديترمنانت نوت ايكوال زيرو ساعات هتكون انفيرتابل انفيرتابل يعني ايه انفيرتابل يعني ينفع تجيب لها انفيرس طب افرد الشرطين ما كانوش موجودين او شرط ما كانش موجود يبقى تكون نوت انفيرتابل يعني ما ينفعش تجيب لها ايه تجيب لها انفيرس وساعات يقولوا عليها منفردة خد بقى سكرينشوت لكلامي ده واحفظه طب يا مستر لو بقى ينفع اجيب لها انفيرس يعني كانت سكوير وكان قيمت الديترمنانت نوت ايكوال زيرو حضرتك تعمل ايه الايه نيجاتف وان بيساوي واحد على الديترمنانت اوف ايه يا واحد على قيمت الديترمنانت في الادجوينت ماتريكس في الادجوينت ماتريكس جيب الديترمنانت وحطه تحت امال مين الادجوينت دي بص لها باشا لو عندك ماتريكس ايه وبي وسي ودي ده اسمه المين دياجونال قديمة وده السكندري دياجونال قديمة في المين دياجونال ايه اعمل تشينج يعني بدلهم مكان بعض يعني ايه يعني اهو المين الدي مكان الاي يعني الدي والاي هنا وفي السكندري غير اشارات يبقى نيجاتف بي نيجاتف سي ادي الادجوينت تمام جميل خلاص وهنا اتشينج صين ما تقلقش شرحها لك جميل تعالى بقى نجم لو الماتريكس ايه بتساوي وان وتو وسري وفور هل دي انفيرتبل سكوير طب والديترمنانت فور ماينس سيكس يعني نيجاتف تو طب يبقى ايه نيجاتف وان بيساوي كام؟ وان اوفر نيجاتف تو اسمت على الديترمنانت وبعدين اضرب في الادجوينت تجيب الادجوينت ازاي؟ بدل المين؟ يبقى اربعة واحد غير اشارات السكندري يبقى نيجاتف تو نيجاتف سري ينفع سيبها كده لو كانت الاجابة كده وممكن في الامتحان يدخل نيجاتف هاف ده جوه يبقى نيجاتف هافة فور بنيجاتف تو نيجاتف هافة نيجاتف تو بوان نيجاتف هافة نيجاتف سري سري اوفر تو نيجاتف هافة وان يبقى نيجاتف وان اوفر تو تمام؟ هندي اجزامبل تاني وتالت على الانفيرس وندي بس احنا هنكتفي كده بالفيديو الاول عشان ظروف الابلود والكلام ده كله ما يتعبناش انا متشكر وطولت عليكم معلش فضلنا حطة صغيرة في الماتريسيز هنشروحها ونحل عليها وبعد نقول ان شاء الله وبعد كده في الفيديو التاني شكرا يا اولاد اشتركوا في القناة